السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومناقشة جديدة ومناظرة جديدة من حلقات ومناقشات ومناظرات دور الستاشر السينمائي في حلقة خاصة جدا وخبيرة جدا وموضوعها محدد جدا وحيخد وقت طويل جدا في المقدمات بس قبل ما نتطرق لهذه المقدمات خلوني أرحب بضيفيني النهاردة اللي معانا في دور الستاشر لأول مرة أستاذ وائل حمدي صديقي أهلا وسهلا بيك أستاذ وائل حمدي السينريست والكاتب من أعماله هبتة ميكان وسقوط حر راس الغول ومؤخرا أنفه تلات عيون أهلا بيك نورني وشريف نجيب معانا برضو لأول مرة وأنا شخصيا بقابله لأول مرة عملنا مع بعض الحلقة اللي هي ورد جوين اللي حنتكلم عنها كمان شوية صغيرة شريف من الكتاب والمؤلفين والسينريستات المتميزين اللي هو شخصيا بحبهم جدا في أعمالهم لا تراجع والاستسلام سنة مع علي بابا خير وبركة تسليم أهالي فرق خبرة وأجدت حاجة إيه؟ حاجة لسه هينزل اللي هو فصل من اللحظات الأزيزة بس ده اسم مؤقت لحد دلوقتي بندور على اسم تلك لسه قبل ما ينزل هنزل فائد صغير تعالي عشان ما يجد وهنا زاهد وكذا حد معنا هو أنا فائد صغير إن شاء الله جامد موت 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 حلقتنا النهاردة حلقة سيناريو هنختار مع بعض أو هنلعب منافسات أفضل سيناريو لفيلم مصري في آخر خمسين سنة ليه آخر خمسين سنة للسبابين؟ أولا لأن رقم الخمسين حلو جميل ينزل في التايتل كأنه يعني كتاب تانيا علشان انتو مش متخيلين المجزرة اللي حصلت على مدار الشهر اللي فات اما بتضون مبالغة يعني في ازاي نوصل لأيمة من عدد ينفع نصفية باستاشر واحنا بنتكلم في آخر خمسين سنة لو كنا مدناها أكتر من كده شوية كتبقى أصعب كتير لو كنا حددناها أكتر من كده كتبقى حنينة أكتر من اللازم يعني حتى المجزرة بتاعة الاستخلاص والمفاضلة ممتعة في حد ذاتها بصراحة ثانيا واقل كان عم بطريقة جميلة جدا بيوصف بيها هو احنا بنفاضل ايه بايه؟ احنا بنفاضل السيناريو مش سيناريست مش سيناريست اه يعني فكرة انه السيناريو هو البناء بتاع الفيلم التراكم الاحداث والمومنتس الخطوات والنبضات بتاعت الفيلم والتراكم ده او البناء ده مش بس بتاع اللي كتب الورقة بيدخل فيه المخرج بيدخل فيه الإدت المونتاج بيدخل فيه ممكن أداء المواسلين ممكن يفرق نبضة عن نبضة ممكن حاجة تبقى مكتوبة بطريقة واداء الممثل يدي لها بعد اضافي يدخل في البناء فاحنا عايزين نختار احسن سيناريو في دور 16 مش بنختار شغل السيناريست الاستاذ الفولاني كلام سليم فخلوا بالكم الموضوع معقد شويتين انا شخصيا لسه بعاني شوية عشان افهمه بالكامل وان شاء الله اثناء المناقشات والحوارات هنعرف مع بعض ايه الفرق ما بين السيناريو اللي الكتب ايه الفرق ما بين السيناريو لا حاسن ده التواقل صح؟ ده فيه سكر؟ حاسيت اه يبقى يبقى سورة ده سورة هنكمل على كده؟ لا نبدل عايزين ودي اول عملية التبادل معناتها انا اللي عملت الشغل اخبطتك عادي يعني يخوف اللي يطلع ده واحد بتاع حد فيهم اصلا الخاف اللي ده يطلع بسكر برضو مصمول لا لا ده مفهوش خالد صح؟ مم يتأكد برضو ان ده سكر مصمول انا اصلا عرفت ان اللي انا ماسك هو اللي فيه سكر لما شفت الحزن على وش هو وقل وهو بيرتشف ده هو المعمل معلقة ممسوحة اه ده ده اللي هو انظف انه معلقة ممسوحة مشمس على سكر اه تمام فزي ما بنقول الموضوع فيه معلومات كتيرة جدا انا شخصيا منتظر ان انا استفيد منها واتعلم منها الفروق ما بين السيناريو ما بين الحوار السيناريو المكتوب السيناريو اللي بطلع في الاخر على الشاشة بالمؤثرات بتاعته بالامور دي كلها وشريف واقل عندهم قدر رائع من الحكاوي والحواديث من الكواليس والتفاصيل بتاعة عدد من الاعمال وبتاعة كتابة السيناريو بشكل مطلق هتفيدنا جدا وحتعلمنا جدا في هذه الحلقة اه زي ما اتفقنا عملية اختيار ستاشر اسم تمت بالفعل في حلقة مصورة اتصور انها ممكن تكون من اطول الحلقات اللي عملناها قبل كده في عملية المفاضلة نفسها ازاي نوصل لستاشر موجودة اسيرة خلف زرار الجوين حضر لكم تجدوا جوين تفرجوا عليها هاين علي اعملها لكم اترحى لكم لانها فعلا حلقة جميلة جدا بس في نفس الوقت حب ادازلوا من الناس اللي عاملين جوين زي باقول لهم لا ده ابدلكم الحلقات اي كلام والحلقات الحلوة بجد حشلها لا هي وارد زرار الجوين بس انصحكم بجد تفرجوا عليها لانها فعلا حلقة جميلة جدا ومفيدة جدا اخيرا من ننساش اللايك اللايك بقى شيء مهم عليش في حياتي بصراحة يعني وانا عاوز ابقى زي الماس الكبارة اللي بيتكلموا في 40 الف لايك و50 الف لايك والحاجات ديت وشايف يعني ان انا عامل شغل كويس واستاهل ولينكات واقل وشريف على انستجرام وعلى تويتر موجودة تحت في الديسكريبشن بص برضى على البروفايلات علشان التواصل وعشان نستفيد من خبرتهم في السيناريو وفي اراءهم بشكل عادي في اي حاجة انا مقدمات ممكن نكون سناها هي بس حاجة واحدة عايزين نقولها وانها في الحلقة اللي قبل كده بتاعت اللي هي بتاعت انه لان اكيد الناس عب عندها اعترضات كتير على الافلام اللي خرجت فالتنويه انه الافلام اللي خرجت خرجت ليه ان احنا كنا مضطرين نختار 16 اسم ففي تضحيات كتير حصلت بحاجات كتير مهمة وافلام كتير مهمة وبسناريوهات مهمة فوجود اي فيلم خارج القائمة دي يعني احنا اضطرنا ان ضحي احنا بدأنا بقيمة فيها حاجة وخمسين اسم زي ما انت عارف صح يعني على عيني وفي حاجات كتيرة اللي مفضلة فيها تمت مش على مفهوم انا شايف ان ده افضل لا مثلا كاتب ليه تمثيل كبير اوي فحبينا ان احنا يبقى فيه شوية عدالة في التوزيع ممثل لأفلام متشابهة فقررنا احنا نفضل واحد على التاني مش اكثر من كب فالاسئلة اللي حضراتكم هتسألوها مقدما واللي احنا كلنا عارفانها ازاي ما فيش الكيف ازاي ما فيش البيضة والحجر ازاي ما فيش الفرح الايمة قدامي المنظر يرعب يعني من الحاجات اللي كانت المفروض تكون موجودة وحقيقي المفروض تكون موجودة بس عشان نوصل الستاشر اضطرنا نعمل شوية تضحية ويلا بينا نبدأ مرسم صاحب القرعة ضفنا انت بقى لا اصله استاذ وائل يعني انا احنا بقى فيه زي صدقة ونعرف بعض انت مشوفتش ان عملت فيه ايه في مهرجان البحر العام لا كان قاعد في انتربيو بيتكلم مع الناس وانا روح تدخل مقتح من الانتربيو مجي عبدالغني موم ايه النور دائم وكان قاعد احنا في انتربيو وتوقل اتغير علي فاسحب لنا ماش اتنين صح بسم الله يا رب يا سيح خل انت فتح لي وانا هفتح لي يا سلام مع نشاعر الاخوة يا رب بس ايه ايه اول مرة في حياتك يا اشوف اهلا ده الشاي اللي عمل الامبيانس ده اصلا فتحت البتاع فيه الدخين طلع اه واحد صفر واحد صفر النظر يقابل النظر يا بويا هو عموما انا حاصل احنا هنقول يا بويا كتير في الحلقة دي ان شاء الله ده يعتبر مطشة خفيفة اه ده مش فيه حاجات احسب اسحب الان المطشة اللي بعضه اه انا فاكر احنا بنعملهم واحدة واحدة ونجاوب لا 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 احنا بنعمل الورع خلالها صح صح اتكر يوم مر يوم حلو يوم مر يوم حلو يقابل الارهاب والكمل يا اه اسحب الانبع بالمناسبة كان في فيلم ايه اللي كنت بتقولي في الحلقة بتاعت الجوين قبلها ان انت ايه ده روح تتفرجت عليه وفي الاخر ما دخلتش بعاله في البتاع بس حبيتها ترويه والله انا بديت مقدمات من قبل كده نعمل اقول للناس الحلقة الجاية على فيلم جامد فيها مستوى مذاكرة واهتمام وعناية بالاختيارات انا ما شفتوش قبل كده اسكندريا ليه؟ الممثل الشاهيني معانا في الحلقة متشوق اعرفش معنى ده قبل الحريف هو عموما الستاشر بصراحة يعني كلهم انا صح؟ كلهم اولادي كلهم اولادي المشبوه برضو الناس اللي هتشوف الحلقة اللي قبل كان فيه اخناق يص الكشف المسطور اوه اولا الله ايه استاذ وقيل بعتفضل دول كده في واحد منهم حيوصل للنهائي للنهائي؟ اه صح ده جنب اه اه انا siitä افاق هو configuration الابوكاتو اه والله ايه رايك أستاذ مهدي والله انا شايف انها مواجهة رطيفة انا صوت الدحكة اللي في قلب ايو اصلا يعني برضو انا هاشترك انا غريبا فقنا عشان اشوف الخلقة بتاعة الجوين دي تاني واتشفق العار يقابل يا لهو يما ارض الخوف استنينا سحبت اتنين لا بس اسحب برضو ويفتح بقى انا دايما بفتح في حاجة مهمة في اخر ماتش اه اوكي بس انا باخد بالي دايما ان حلقات دور 16 شريف والله ما عندي غيرهم طب خلاص ليه عم حمزة اجيب لك من السوفر ماركت مافيش والله مافي اللي موجود في مصر جوي مافيوش العلبة طيب عرق البنح وصاد صهر الليلي وكنا اكشولي في القبل برضو بنفاضل بينهم في الاخر فالميني يعني اللي هو كانوا نازلين تقريبا باستنيا قبل ما تسحب اخر ماتش من الماتش اللي فاضل ما احنا فاكريين اختبار ذكرة لا اختبار ذكرة انا هسقط فيه طيب زوجة رجل مهم وصاد اه حاجة برضو بشي ريب بيك اعتقد لا احنا بديد الحكومة ما دخلش زوجة رجل مهم وصاد الناظر لأ ناظر جي ناظر او ماتش اه صح صح هل انا عارف انا زاكرتي فيه بزات الشورت ميموري بس يعني ممكن يتنسب مش عشان واحد لا بقى يا خلاص اسحب وتخض اسحب يو او كشف مصدور ناظر ياسحب زوجة رجل مهم وصاد من اجل الدراما يفضل ان اول ورقة تسحبها تكون زوجة رجل مهم احنا زي بشفكين ياريت تحرص على ذا بعد زوجة رجل مهم يقابل الفيلم الكوميدي اللي مهضوم حقه دائما اوه بطل من ورق نرجع دول بقى في الدورة دورة في المواجهة زي ما اتفقنا يا جماعة انتم مش متخيالين بقى الافلام اللي خرجت من عندنا حب في الزنزانة الحب فوق هضبت الهرم الهروب بره فيلم ثقافي جنة الشياطين ضده الحكومة البداء والحجر الجزء بل مش مش عارف الاجحيقي يعني عشان اجمع معي هنا بقى الخطوة ما قلت فينا كل واحد بكتب انت متوقع مين؟ انت بتلعب لصالح مين؟ انت نفسك مين؟ اياك ايان كان؟ دي اسئلة غير بعض. ما اخد يعني شوف المنظور اللي ناس بك. بس خذ لي وانت بتكتب عشان ما حد يشوف كتبت ايه. وخلي ورقة على ده. بحاول اخذنا من صوت الالم كم كلا. انا اصعد بشتغل الناس. لا يرجع. وانا كتبته وحش قوي. بالتالي الناس مش لازم تشوف خطونا. مش هتشوف بس ان لما يعني اللحظة في الريفيل هتبقى بايخها. لو لو كسبت في الاخر وهو هتبقى تقرق مين ده ايه اللي انت قدمت. اه هخبيها بقى انت قدامك ده. اه. ولتبدأ المواجهات. الناظر يقابل واحد صفر. الناظر سنة 2000. سيناريو احمد عبدالله. وشريف عرفة. انا ليه كتب اه اوكي. واحد صفر. سيناريو ماريا النوم. انتك سنة 2009. احدث فيلم انا شفته في هذه. لا. في واحد تاني احدث. بس ده الناس شايفه مبارح. اول مرة في حياته. اول مرة ايفر اشوف. اه. في طبيعة مسلسلاتية في الكثير من احداثه. في تسلسل مواجهة كل شخصية مع ضمير هدوة. حاسس ان هو حاجة كده طليق باحد استوديوهات نص البلد. اللي هو لما شاشف تقسم واحد في النص والتاني في مكان تاني وبتاعمش فما عجبنيش قوي. اه. عجبني عبثية الفصل الاخير. اه. احنا ما رحناش للشكل المعتاد في موضوع البطلات الجماعية والخطوط للتطلاقها والامور ديات كلها. وفي اداء اه ابهرني فوق الوصف. وهو اداء الراحل الحسنية. اه. ابهرني فوق الوصف. اه. اه. يعني لان الشخصية اللي هو بيقدم الشخصية نمطية جدا بس هو اداها حاجات انا اقول ما رح تشوفها. اه. كانت شخصية وقتها برضو. يعني كان نمط ده ممتشر وقتها. كان هو طلع حتى وقتها في ندوة قال. كان هو طلع حتى في ندوة مرة بيتكلم بشكل ما فيهوش حكم على الشخصية دي. اللي هو وقفة انا صحابي كثير. ايه. اه. اه. واحد صفر وقت ما ازل انا دخلته في السينما وهو فلم كان برضو. جوه كان عامل الألبان وقتها. صح. كان عامل الألبان. فعلا. اخراجيا. من. من كاملة. لان هي كان تجربتها قبل كده سنة أولى نظر. مكانش لسه دخلت في المسلسلات العظيمة بتاعتها اللي عملتها بعد كده. فده كان يعني فيه ناس بتعتبرو اول هو فعليا كان التعاون الاول بين كاملة ومريم العون بعد كده استصمروه في المسلسلات وكان اول برضو فيلم المريم وكان ما كانش عندنا يعني النوعية دي ما كانش يتعامل منها كتير ما كانش رسا تالي كان صهر اللي عالي فقط اللي اتعامل قبل كده اللي هو المالتي كاراكترس اتعامل كتير بس اوصلت في الحقبة الجديدة الفرح 2009 وده 2009 بقى كباري كان يتعامل كباري كان يتعامل اه صح انا بحب واحد صفر بس الاختار دلوقتي او انت لاحظك الاختيار لو انت مقرر اقول اسبابك من غير انا بحب الفيلمين جدا بشوفهم سيناريوين حلوين بس النظر بالنسبة لي يعني بيتصدى لاختبارات الزمن فيلم عايش لحد النهاردة وفيلم كوميدي فيه سبستنس ودي حاجة برضو تديله موسيقى ومن افلام الكوميديا القليلة اللي معانا في القائمة اصلا ما كانش معانا كتير وفيلم افناس وقت ثلاث ساعات داين على ساعتين ونص فيلم طويب بس ما تحسش هو مش ثلاث ساعتين وشراي ساعتين وشراي بس ما تحسش انه هو فيلم بهذا الطول ولو بقيمه حتى كسيناريو بس لأ النظر فيلم حلو فيلم متعدل كصول فيلم فيه كاركتر عندها مشكلة واضحة مع ان اعايز اقولك النظر دا وقته ما نزل ممكن في حاجة بناس كتير ما تعرفاش ان افلام كتير من هاي كلاسيكيات دلوقتي ديت هاجمت وقت نزولها احد من القادة انا كنت بقرأ من وانا عاين كان كتب وقتها خلي بقى لك النظر كان عايز زمن التوريس وكده فكان الفيلم رامي على معركة التوريس برضه فكان فيه نقط كتب دخل معركة الفن من ايه؟ الفكرة من اجل الضحكة فخسرها والضحك من اجل الفكرة ونفس نقط دا بعد كده كان بيشكر في الفيلم جدا بس عادي غاية الرأيه يعني مش مشكلة ممكن يكون غاية الرأيه مع الزمن بس لا كان فيه ناس في الاول هاجمت واللي هو ازاي يعني الفيلم دا من الافلام اللي انا فاكره ما دخلناها بالسينما كان قلبينا هيقف من الضحك الخارجين منه مبسوطين وقعد الضحك اللي فيه كمان ما بقاش او ديتت ما بقاش قديم مازال لحد دلوقتي ممكن تسعين في المية من مقاطعه وتبقى ميمز بالظبط صحيح وانا بحاول والله كل كلامي برضو دلوقتي اتكلم وانا في دمائي السيناريو بس يعني انا كل دا ما اتكلمتش برضو Part 2 هو ايه اللي يميز النظر على مستوى السيناريو خليك صباح والصفة هو ايه اللي يميز النظر على مستوى السيناريو خليك سبب كل الافلام الكوميديا اللي طالعك من ساعته وهي اغلبية عظيمة في الانتاجات المصرية كل افلام حلمي وكل افلام سعب وكل افلام هنيه ايه اللي يكسب النظر الفائدة بكلها على مستوى السيناريو انه في اقل قدر ممكن في ظل فاهمنا للكوميديا النظر ممكن يبقى فيه اقل قدر ممكن من الاستعباط الكوميديا اللي هو انه نحن نعمل حاجة وبغض النظر عن قصارها ننقل على سيكونس جديد او فاصل جديد واللي فات مات يعني لا هو النظر بيحجم المسألة دي شوية فتقدر تعتبره محكم مع ان الاحكام عندنا في الكوميديا مش وابق يعني احنا في كتابة السيناريوهات الكوميديا عندنا بنحط الاحكام ده في مرحلة يعني درجة تلتة اوراق يبقى كويس لو جاء النظر كان في الاحكام ده في علاقات الشخصيات سبتة يعني فيه سبات في علاقات الشخصيات يعني فيه سمات كده من السيناريوهات اللي هي مش كوميديا سبات علاقات الشخصيات ببعضها سبات تطور الشخصيات انه الافعال لها ردود افعال مستمرة وواضحة ومؤثرة كل ده يخليه كسيناريو طبعا مش هكلم على جودة بقى الرسم الكاركترات كوميديا وازاي بقى ده جزء من السيناريو برضو اللي هو ازاي تبقى كل شخصية متعلمة يكونوا بيدحك ده وطبعا كل المفارقات اللي بتؤدي للضحك وكل ده برضو جزء من السيناريو بس التفاصيل اللي هي علاقة بالضحك ممكن تبقى موجودة في افلامكم ده تانية كتير لكن اللي زايد عند النظر هو الاحكام ده وهو فيلم كمان لو شلت منه الكوميديا على فكرة يعني النظر دا ينفع يتشال منه الكوميديا ويتعمل فيلم يبقى كامنجو في ايج ستوري زي بتاعه تأفلام لان هو حد كان عايش في ظل ابوه وابوه توفى فبيبتدي يجرب الحياة ويختبر الحياة وبيلاقي في ايده سلطة وبيلاقي في ايده حبه وبيلاقي في ايده حاجات والحاجة التانية فكرة ان كل الكاركتر عندها دحكة مختلفة عندها ما يطلق عليه الكوميك برسبكتب منظور الدحكة بتاعها اللي هو لو هتلخص فلسفتها في الحياة في جملة فهتلاقي الليمدي اللي واخدها بالدراع هتلاقي عاطف اللي واخدها اللي مش واخدها أسر هتلاقي عاطف مثال لان عاطف معاكو انت معنا في علام الفي شريط تكلع في فاولا انا عبيض في فاولا ففي علام الفي فاولا بنيجي نلعب كو اقو ولا حاجة وبيبصليش الكورة انا عاطف معاكو فهو بيمثل ذلك شخصياته حالوة وفعلا في الم في فكرة اه كان رامي وقتها على حاجات تتليها علاقب اللي بيحصل في البلد بس غير كده وفيلم حل وفيلم ينفع لو تشارك منه الكوميدي امش هيبقى نفس الفيلم بس يصد ان في قصة قائمة بذاتها وفي رحلة كاركتر كمان انت بتتعاطف معه بتحبقى لان هو بيبتدي مش اندردوج يعني هو بيبتدي هو بيبتدي راجل غالبان ما عندكش امل كبير لي في الحياة وبحب الكاركترات اللي ما عندكش امل ليه وباقس تماما وباقسه بس وكل ده انا بحاول اتكلم على السيناريو يعني الفيلم ميتة عنصر عظيم بس يعني احنا مركزين بس على السيناريو فهو فيلم حلو حتى اصلا في طريق السيناريو انه بدأ بيحكي لك تاريخ مدرسة عشور من ايام زمان كان لذيذ وطلع ده حكم ده بس فا يعني اللي هو ممكن نقول عليه يعني تقدمي بالنسبة بدليل انه لسا هو مناسبة موضوع التوريس لكن بردو بيقار وقتها النقد اللي كان موجه ليه انه ورث المدرسة وكمل عادي انه يعني كافير اسشي كان مؤيد بس طيب اه يعني حد عايز يقول حاجة كويسة في حق 1 صفر قبل ما يخرج بما انه شكله هيخرج انا بحب بس انا بحب 1 صفر بردو يعني 1 صفر سيناريو حالو فيه شخصيات انا بالنسبة لي يعني جودة 1 صفر الاساسية في ازاي نبني كاركترز متنوعة وكل كاركتر منهم على الحفة على حفة التغيير على حفة القرار المهم ومن غير ما يبقى فيه هندسة فانما ما فيش افتعال في التحول بتاع كل كاركتر او في الاكتشاف بتاع كل كاركتر يعني نموذج من نموذج الافلام اللي هي ممكن تتسمى بس محطوطة في قالب زمن واحد ويوم واحد وفكرة ان الخلفية بتاعت ناطش الكورة وعلاقتنا احنا كمصريين بالكورة كانت مبهرة بالنسبة لنا انا لما شفته في السينما اللي هو اللي هو لفينا في الاخر لفة مظبوطة الشكل الداكج بقى مقفول علم على فكرة هو الافلام اللي في خلفيتها ناطش يعني سريعا نوال بيتكلم عن عملك سكان في دماغي الافلام اللي في خلفيتها مطشات او منافسات رياضية في اي حتة في العالم زي ما يكون ابن الذين مش عارف بمفهوم الطب بيسموه مصمر مخاعي لو بيخلش في العملك سكان من جوه تلاقي كل حاجة تمسكت وكل حاجة لو انا فكر صح مرسيدس كان في خلفيته تسعين كس العالم يعني اكا ايش لا مش في خلفيته فيلم كله بس في جزء مهم منه لا ارا اسف 6.7.8 ناكا الفيلم الاسوب مش عارف جاءت لكم فرصة تشوفه انا اقا في خلفية ماتش وبيلع عبدور مهمة قوي في البلاط مش مجرد ان هو فيلم رائع 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 بس يعني ما بين الناظر و 1 صفر يعني أنا مع الناظر 3 صفر لصالح الناظر عشان بنكلم على خلفية ماتشاتك المباراة التالية يوم مر يوم حلو الإرهاب والكباب اشك ان ناس يعني لو حضروا برقم هبداوي كده 60% من ناس في ربع الحالة الظلم يعرفوش يوم مر يوم صح اتوقف مين يحب يقدم لنا يوم مر يوم حالة طيب يعني عايز اقدمه من ناحية مسيرة مخرجه خير بشار هو كان اخر فيلم في مرحلة الرجل ده كان بيعمل افلام جادة جدا كان تميل للكآبة احيانا يوم مر يوم حالو ما كانش اكتر فيلم اسود ليه او كئيب كان قابلي طوق الاسودة هو اللي كان في قمة الكآبة ويوم مر يوم حالو كان اخر فيلم في هذه المرحلة وقلب بعدها في حتة تانية خالص كابوريا فرق بينهم يمكن كان سنتين او ثلاثة بعد كده بقى عمل كابوريا وامريكا شيكا بيكا وإشرت بوندو فهو مبدئيا هو نهاية مرحلة مهمة في مسيرة سينماي مهمة جدا على مستوى السيناريو فيه ازاي ندخل لشخصيات في عالم غالبا ما شوفناهوش غالبا ما نعرفش الناس دي عيشها ازاي غالبا ما نعرفش المعاناة للناس دي بتعنيها ندخل بمتحسة لايسة وكأننا عارفينهم وكأننا عيشنا معهم كثير قبل كده ونشوف تعائدات الحياة بينهم اللي هي فيها بلاطة صغيرة فيها حبكات بينهم وبين بعض خارج نطاق الخيال بالنسبة للطبقة المتوسطة أو الأعلى من المتوسطة هم تحت هم طبقة الفقيرة ففيه علاقات وفيه ميكانزمات بين الشخصيات وبعدها مرعبة لكن الفيلم يقدمها بمنطقة البساطة ويخليك تقبلها ويخليك تفهمها ويخليك تتعاطف مع أكثرها ثوادا وبؤسا وشططا في القرارات وفيه خط في الفيلم بالنسبة لي ساحر جدا انه ازاي اشوف أغلب الحاجات وأعتقد الجيل ده من المخرجين يعني كان عنده الحتة دي اللي هي غالبا جاي من السنة الأوروبية فكرة خط الطفل وازاي باشوف رابط الفيلم ما بيتحكيش من منظوره ما بيتحكيش من منظوره بس هو خاضر طول الوقت وهو بشكل أو بآخر رحلة الطفل هي اللي عاملة الفصول بتاعت الفيلم فده برضه معمول بالشياكة وبحلاوة والطفل نفسه القط بتاعه جميل جدا فبا تصوير ده ماتبيرش بأحد صح ؟ انا كلما اتفرج على همورورح لصبح يقول الولد ده راح فيه ازاي بأعمل في مسلسلات وقتها هو في نفس السن بس انا كبير معرف انا وشه مش فكره إلا في الفيلم وما يتشالش من اللي هو اللي هيتفرج على الفيلم الولد ده مش هيتشال من الزهر أبدا ليه طبعا يعني بأراه مطبئة للفيلم شوية عاقي سوف نرى محمد مونير في منطقة الغرابة في منطقة القصر محمد مونير و سيمون ممكن يكون الريفرنس الأوحد تقريبا في السنة على أن المطلوبين يعرفوا يمثل نعم ويعرفوا يمثلوا بتوحش يمثلون جميلين جدا وطبعا فاكرة النفاة الحمامة تعمل دور ست من هذه الطبقة في هذه المطلوبة ودورة هجمت عليه جدا ولكن عملها فيلم مهم على مستويات كثيرة بالنسبة لي الفيلم ده متعلق به بشكل الفيلم ده كان عندنا فيديو ده من الأفلام اللي حبيبيتني في سيمة بجد ليه أي حد في الدنيا يجيب فيلم زي ده بالرق يوم مر يوم حموة ممكن أكون في حياتك ونشارك ده نوع التربية اللي أنا تلقيته فهو أصل على كل بعد كده يمكنكم نشوفت في حياتك وله ثلاث مرات منهم مرة أصل ومرتين بالصدفة وليس صارب لا كنت بشغاله كتير بس غير كده الفيلم ده كان من مدير التصويت فيلمة أستثم السلمية أو طرق التلمسينة وأنا كمان فيلم رهيب ديجولي بس غير كده كمان لو هنتكلم على مستوى سيناري الفيلم ده في حاجة أنه أنا ما بحبش حاجة كان بتحصل كتير في أفلام التبعينات ألا وهو تقديم الطبقات الأقل حظاً بحوار مشلسلاتي بالنوعية صباح الخير يا ماما عاملان إيه النهاردة يا بتنجان يا بطاطس يو كل يوم بتنجان وبطاطس لا 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 أنا ده بطهق منه الفيلم ده تقديمت ومشهد ومنتق ساحة العيلة رايحة تكسب جايزة وبتكسب جايزة أخوار مع الأم المرتعشة الآن اللي إيه التلفزيوني بتاع ويروحوا البيت بيبيعوا الراديو اللي كسبوه فاللي هو درس في إزاي برضو لو هنتكلم في الدروس كتابة درس في إزاي عايز تقول حاجة عن الكاركتر فكر في فكرة شو دون تل شو دون تل ان انت توري وانت بتقول إزاي توري الفقر إزاي توري حاجات زي دي والفيلم عبد المناسبة أنا المرة روحي دقل قبلته أستاذ خارج خارج في حياتي كان في عبد ميلادك من سبعة أو ثمان سنين وكان هنا في الرحاب أزول برضو وفي عبد ميلادك ما أعزمونيش آه كنش نعرف بقى أزولنا مكر يكون من عشر سنين أو وقت ويومها وصلت واخن مراوحين وكت أنا مصحور بالراجل ومنهور ديه ووصلت وفي الطريق متأكد أن أزهقته لأن أنا استجوبته عن يوم مر يوم اللي هو احكيلي احكيلي كل حاجة واحد يحكيلي على الفيلم وتوجيه الفاتر حمامة ويعني وحكاية كتير لطيفة بس بس غير كده فعلا السيناريو حل كان سيناريو فايز غالي فايز غالي أنا معرفش إذا كان كتب كالي أعمال أخرى بس ده أكثر أعماله أنا اللي متأكد منه أنه كان كاتب الإمبراطور فايز غالي برضو وهو من الأسادزة الأساميهم ليس نجوم سنة يعني فيه نجوم زي أستاذ وحيد حامد بشي بديك يعني اللي هما كانوا نجوم أساميهم معروفة على الأفلان وفيه أسادزة جمدين جدا أساميهم ما كانتش بشهرة وكمان يوموري روحالي فيلم تحس إن فيه أكتر من زمنا يعني يعني الفيلم في دماغك لما تفتكر القصص بجارتهم الست المسيحية اللي جاوزت حد وبعد كده ما فيش طلاقه وتقول لها ما عرفش إيه بالمليان لأيناك كتير بالولد الصغير من قصة الحب بسيمون بنار بالحؤن أنا من كم شهر كده كانوا عاملين في سينما زاوية عاملين بروجرام أفلام أصوص خيري بشهرة كان بالنسبة لي فرصة أن أشوف الأفلام اللي أنا شفتها في إيديو بردو زماني أنا صغير أو كنت أشوفها على التلفزيون أشوفها على شاشة السينما يوموري روحالي يعني يخد قد إيه هو ممكن ينزل في السينما النهاردة والناس تريليت جدا ليه وتستوعبه وزي مشتري فعله الفجوة اللي سحر سحر يعني بالتفاصيل أنا فيه مشهد يوم الفرح لما بيعدوا لما بيعدوا على السقالة عشان المجال يضربة هيا كانت الأحضار بتدور فيهم في شبراء كانوا قايدين أن هما فيهم المفوض أنه في شبراء هو فيلم برضو شبراء وابتياز زي أفلام تانية عايزة أشترك يعني بس مش ده موضوعنا أنا فاكر لغاية دلوقتي أجواء الشاشة في لحظة معلش إيه أسي كحرقة بس مش قوي لحظة عودة الولد لما بتحكينه إيه اللي حصل طبع كانت سحر بجد وحتى الأسطورة اللي أم بتحكيها وهي ماشية بتاعت اللي كان فيه حية لدغة كان فيه قصة كده صغيرة بتحكيها والأغنية بتاعت محمد مونير اللي هي بتاعت تاتوات اللي هي تقريبا قصيدة لفؤاد حداد ولا لأ اللي هي حاوي توت توت مش فاكر تابع بس كان فيه قصيدة لفؤاد حداد بتقولها سيمون في الأجوة اللي هي بتاعت لما هي ماشية بالدندب وبيتغير في ال... أصلا دي روح داع كاراكتر يعاني عليها في اللي البنت اللي بتخش اللي قيل اللي عالها هي موردة وهي بتروح تدرب حقا المدنيين وعملة حامل علشان ما اعتدوش عليها فيلم فيه كمية تفكيرها الشخصيات كلها عظيمة وعلى قد المئاسي اللي في الفيلم في النهاية يعني يعني أنا بالنسبالي فيه انقباض اللي هو بتقول لها بتحب انت باعي استهرب بس هو في الآخر بعد ما الفيلم بيخلص انت بتحس انه الدنيا ماشية يعني الحياة مستمرة يعني هو فيه زكاء كبير جدا في انه ازاي الفيلم يخلص واحنا فعلا هو يمر وقافل بيوم حد يعني اللي هو فيه الاحساس ده انه ما هو ده بيح كل المصائب دي بتحسنه هو الحاس اصلا بؤس الأحداث من بؤس الفيلم انه هو بقدم الأمل كخيار وحيد اه 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 الأمل كخيار اجباري اقصد انه بص يعني عندك شوات قبط يغور في ستين صحيح بس لكن ولكن طبعا هو جاي قصاد الإرهاب وكباب انه هو بالنسبة لي من احلى سينارياهات استاذ وحيد حامد ومن احلى سينارياهات السينما المصرية وفيلم أوريجنل وفيلم كوميدي وفيلم مليان وفيلم برضو أحماش الناس ممكن معلش أسف للمقاطعة ممكن تتفاجئ من موضوع انه هو فيلم أوريجنل بأن فكرة الرجل الذي يوضع في موقع الإرهابي صدفة ده أول لما تسمعها يا جماعة مش جديدة ولكن كرونولوجيكلي سبيكينج هو يمكن يكون الإرهاب وكباب عملها قبل لما نشوفها في حاجات تانية قبل لما نشوفها في مات سيتي بتاع جون ترافولتا ودوستن هوفمان ده كان قبله هي فكرة الشخص اللي بيحتاجز ناس موجودة في أفلام كتير يمكن كان من أدامها بتاع سيدنيلو مثل هو دوك دي افترنون بس دوك دي افترنون كانوا أصابة حبس ناس ده معصود هو مش واحد لها نفسه إنما الشخص اللي لها نفسه حبس بصود فدي أنا سماعت كتير على مدار السنين برضو دائما كان فيه أسطورة انه باتخذ بالفين كان عاملة زي أسطورة فيلم مش عادي أقول بقى فيلم مين يعني فيه أسطورة كده كانت شهيرة إن فيه فيلم خليع منسوب لحق يعني ما حاسها أسطورة بايخة كده من عيد أحياءها مش عارفت الكلام عن إيه بس حق ده بس بحس إنه هو كان دائما فيه أسطورة أصلا متاخذ من الفيلم توركي لا ده فيلم إيطاري وكأن الناس مستكترق مع أن يعني يعني لا وحيد حبيد يطلع منه كده وأجمد ألف مرة يعني هو الرجل كاتب علامي فعلا دي وطبعا لو عادنا نتكلم عن إرهاب وكتاب يعني إحنا يمكن نديننا شوية توقتي اليوم وريوم حين نقول الناس متعرفوش وعندنا رغبة في إن إحنا نبيع الفيلم ونسوقه بس الإرهاب وكتاب فعلا فيلم مش محتاج لتسويق وأعتقد إنه حيقاب معنا وحنتكلم معاه تاني في اللي جاي واللي جاي لأن ده من السيناريو عظيم بس أنا عندي عارفة من الإرهاب وكتاب عارفة ليه ولا ضد اوه يعني تمام هو ممكن يبقى أحلى أفلام السلاسي وحيد حامل شليف عارفة عاجل الإمام بالنسبة لي بس هو فيه مشاكل لأننا نتكلم للوقت على السيناريو نتكلم عن السيناريو عندي مشكلة كبيرة في الوقت الكبير الذي استعراجنا في حياة البطر نحن بدأت نتكلم عن فيلم كل الناس لأجيباً شاكيته فهيقدروا يفتكروا أنا أتكلم عنه اللي هو من ساعة ما بيخرج من شغله في شركة المية و بيروح يشتري العيش و بيشتري بعد الظهر في المطعم وبعدين بيروح و امراته مش عارف مالها مش عارف فيها يخرج يعني هذا سيكون استقريباً كان قرب الربع ساعة أو تلت ساعة مجرد تنهيض للشخصية و الفيلم معمول في زمن كانت الجزئية دي ككتابة سيناديو الناس تجاوزتها يعني الفيلم معمول في زمن كان فيه ان انا ازاي ادخل الفيلم من حقيقية قوية فيها انسايد قوي للي سيحصل بعد الظهر احنا اخذنا وقت كبير قوي برا الموضوع وقت كبير بالنسبة للبداية الحقيقية للفيلم اللي كان ممكن في الحقيقة الفيلم ده يبدأ من اول زيارة لي للمجمع اللي هو المرة الاولانية للمجمع مرتين حسب للك ملاحظتين لو كنا معي من الزيارة الاولى في المجمع الفيلم مش هيخسر كتير انا لو شلت الجزء الاولاني ده الفيلم في حيه مش هيخسر كتير ومشكلتي التانية الاستدعاء المصرحي زيادة عن اللازم لان كل شخصية تقول أنا جاي من مين وورايا وانا عندي طار ده برضو كان جزء من الحاجات اللي هو وقت ما كنت بتفرج عليه الاول مرة اكيد انا منباهر بالمناسبة لرهاب وكباب كان اول فيلم في حياتي اشوفه في السينما فهو له وقع جواي كده جامد يعني وسنة كم؟ كان تلاتة وتسعين فهو كان بالنسبة لي اول فيلم اشوفه في السينما فكان حاجة تخد شفت هو وضد الحكومة كانوا نازلين في نفس الصيف وشفتهم هما الاثنين في نفس الصيف في السينما فمنطبعين في ذهن فانا كنت مبهور بفكرة ان كل شخصية عندها العالم اللي هي جاي منه والازمة بتاعتها وبتعبر عنها بس برضو لما الواحد بيشوف اكتر وبيتعلم اكتر وبيشوف شغل الاستاذ وحيد نفسه والله ارحمه مش اقوى طول مهدم بيها الشخصيات كان ممكن تتلعف احوار ممكن تتلعف احوار وطبعا برضو عشان الواحد يعني احراقا للحق ده ممكن كان اختيار اخراجي من عند الشيف اعرف ان هو عايز يدي مسحة مصلحية المال للموضوع بس انا زي ما انت فاقنا احنا بنججل او بنناقش السيناريو اللي شفناه مش اللي كتب او خلق وحيد حمد بالتحديد هما الاثنين ققرب ما يكونوا البعض سكرة انك تاخد سيناريو ووحيد حمد تغير بالظهر انا اسمع ما اياه فأنا يعني في الآخر لو بقرنه بيوم مره يوم حاله سيناريو وايز لا ممكنها بأخذ يوم مرهات واو ده انت مش بس بتقول على مشكلية في الارهاب والكباب طيب بس انا عاوز ان اقشك في نقطة انت قلتها في البداية موضوع طول الفصل الاولاني انت قلت ان هو عشان يعرفنا على الشخصية مش حاسس ان احنا كمان ادنالو دافع للحزنة الانفضار بالزبط انا شايتها اللي حصل في المجمع اول مرة مع بعض الارهاصات في الديالوجز او في مواقف جوه اللي هو مش بحتاجه روح يوم كامل يعني اللي حصل في ايه نحنا قضينا يوم كامل مع الشخصية وبعدين خطناها تحت اول ضغط وبعدين خطناها تحت الضغط اللي عمل الانفجار مع ان الضغط الاولاني لوحده ممكن يكون كافي لو انا عرفتها على الشخصية شوية كامل ثاني اتكلم على ربع ساعة عدم موجودها مش حسسني ان الفيلم نقصوا حاجه كبير الناس دلوقتي ممكن ما تبقاش فاكرة مين كانت مراته من الدرجات دي للدرجات دي الشخصية يعني الدرجات دي الجزء الاولاني ده مش داخل في الجيئ انهي بتاع الفيلم احنا خلصنا الفيلم واحنا نسيين مراته اصلا طب ظهرت ليه؟ يعني انا حسس ان الموضوع مترابط بنقطة دايما احمد شوقي بيقول احمد شوقي الناقد صادقنا يعني ان مشروع وحيد حامد مع شريف عرفة وعاد الامام كان دايما مركزه وهو مفهوم الكرامة فهو عاوز يبين لك لانه هو ويتم استدعاء نقطة الكرامة في النهاية في الطلبات بتاعه وفي نهاية المصرحي مش اعظم حاجه برضو معك في نفس الفكرة بس انت عاوز تشوف ان الراجل ده فعلا هو يعني كرامته بتختبر كل يوم بتختبر في كل ساعة عشان انا بعد كده حعمل احالة لده في النهاية فموضوع شوية انا حاسس ان لو الرجا ساعة دي تشالت انا معاك ان هي مش اكتر رجا ساعة انتريستين في الفيلم من قول ما بندخل المجمع ده اللي انت عايز تشوفه والان الشخصيات المجمع ملونة جدا انت عندك واحدة نازلة من دور التلتاشر ادايب وواحد طلع ينتحر بس انا بحيث ان اوروبا ساعة دي تشالت يمكن كان هيبقى هو واحد من اللي حواليه كنا نفقد شوية مركزية البطل دوت او الرغبة في تقديمه وحاسس انه اللي كان مقصوب بيها اللي قدى لانفجار الراجل ده حالة العجز ان هو ولا عارف ياخد حقه في شغل ولا عارف ياخد حقه في بيته ولا عارف حتى يمارس ابسط حقومه امراته حتى حياته تخولت حتى اصلا انا بحب انا بصراحة فاكر اللاين بتاع ماي ده زاكي ان ده بالنسبة لي راجل هي بتعمل موضوع بشكل ريتيني ولبسة البروكة ويلا عليهم اللي وقعت البتاع هي فهو حياته انا حاسس ان دي بقى تحديدا كراجل بالذات مع فكرة العلاقة الزوجية بعد الزواج وازاي بتخفض وازاي دي الوحدة هتجنن وتخلص يولع المجمع فحاسس ان لو تشالت انا معاك ده مش ملونة زي الباقي يعني انا انا بالنسبة لي كان كل ده يتحط بين مشوارين المجمع يعني انا لو بده هو ده كان قابل اه اه كل ده كان قابل يعني انا انا لو بده الفيلم بمشوار المجمع الاولاني بعدين روح شفنا الراجل ده عايش ازاي بدلا ما كرر اللي بين المجمعين ما هو فيها تكرار طب يعني انا نروح مش ملونة للمجمع وما خلصش مصلحتي وامشي فكرت ان دايما برجع وبتاع بس انا في نقطة مهمة انا طبعا عارف ان انا اش دخلت في سينما في وسط البلد وانا دخلت في كوزمس كان في كوزمس في وسط البلد انا مش فكر اسم السينما كان معبوية طبعا وبعدين احنا خارجين من السينما كانت حفلة تسعة وكانت الامر جامد شوية فالسينما كانت تنورت كأنك دخل عمهار وارجعنا بيتنا كان في ضريح ساعة من وسط البلد فعدينا قدام المجمع انت قلت القصة دي قلتها في الحلقة بتاعة احمد شوئي ولكن اتلم الصنات كان معنا مين فيها مش فاكر كمحمود تقريب محمود ابو اسمان بس الفكر لدرجة انك تكسب عليه يوم مر يوم حلوه دي طبعا تصويت فلاسة يعني سيناريو وايس انا بالنسبة لي يوم مر يوم حلوه اكثر احكاما وشوف يعني اصل الفكرة ان احنا عندنا ملتي كاركترز في الاتنين هناك محور انا ومحور انا فاتن حماما وعد الإمام هناك شخصيات مساعدة حوالين دي وحوالين دي الطريقة اللي بعيش فيها مع الشخصيات اللي في يوم مر وحلوه وعرف ازماتها وطور البلاطس بتاعاتها ومكانزماتها مع بعض اكيد اكثر احكاما بكتير واجود كسيناريو من الطريقة اللي شوفنا بها البوكي او الكاركترز اللي كانت حوالين محور عدل يعني انا دلوقتي بقارن سيناريو بس اوكي يصوت اه يعني ما لازم حلوه اه سريعا طبعا انا عارف كويس قوي ان امراته كانت مجدة زكي وعاوز اصل لدرجة ان اقولك ان اسمها ايه جوه الفيلم بس ايه 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 لما كان بيشيل من عليها الغطا ايه هو قال اسم وبعدين دلعه انا اسم الدلع اللي واقع مني انا عايز اراه ان كان اسمها ساميرا اوكي ساميرا وبعدين انت فين يا كميلة بس مش فاك مش متأك مش حراهين على الاسم اي انا اي بط الارهاب وكباب هطلعوك من واحد يعني ايه بس انتعلا نقول ان الارهاب وكباب تلقى ضربه انا 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 صوق وصراحة ممكن يتم استدعائها في المباريات القادمة يمكن مش المباريات القادمة بس المباريات القادمة ايش اسكندريا ليه والحريف انا اسكندريا ليه انتو اللي قلتولي عليه ان هو واحنا بنعدي لا لازم يكون موجود ايه مش معنى هو ضمن عن كل افلام يوسف شاين وايل كان عنده ما كنا نتكلم انت قلت كلام حلو ايه ايه كان جديد شوية علي فاقوله بقى نحط على الربط اوكي يعني انا بالنسبة لي اسكندريا ليه كان اولا فكرة السيرة الزتاة مش موجودة مش مطلوقة عندنا في السينما بتاعاتنا يعني تقريبا الوحيد اللي اعمالها بالوضوح ده كان يوسف شاهين اوكي والسلسلة الافلام السيرة الزتاة بتاعت يوسف شاهين اللي اربع افلام او انا ما بحبش يعني اسكندريا نيورط ما بحبش اعتبره جزء منها بس يعني هو مخطوط جزء منها هو انضجهم هو اولا اسكندريا ليه في كم كاراكترز كبير جدا جدا في اسكندريا ليه عالم كأنه عامل زي الموازيج كده حطين لوحة جدارية الجدارية دي بتشمل بيت البطل بأسرته بعالمه وبعدين المحيط الاكبر بتاع مدرسته وبعدين المحيط الاكبر بتاع مدنته ودولته والعالم وعامل الجدارية دي بطريقة تخليك في نص الفيلم بتسأل انا بكرم هنا برده عن السيناريو في نص الفيلم بتسأل وانا هنا ليه انا بتفرج على اين مين دول في شخصيات اللي هو عزة العليلي بقى وحمد عبد الوارس وخطوط وخطوط وفريد شوئي فريد شوئي عمل ثلاث مشاهد في خطوط رهيبة كتير جدا تشعوبات في نص الفيلم بتحس ان انت فقد السيطرة وبتتلقها ثم وده بقى عظمة السيناريو ان انت في الاخر بتلن كله وبتفهم كله وبتشوف كل الابعاد اللي هي من الاسرة للعيلة للمدينة للبلد للعالم بيظهروا قدامك كأنك كنت مقرب قوي من الجدارية دي وشايف هزرق هنا وحمر هنا وتمش عايف فيه بعدين بتبعي 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 بتشوف السيناريو ده شكل السيناريو بتاع السيناريو اللي هو مش سهل مش سهل خالص مش سهل اطلاق وطبعا يعني وقد يكون من اكتر افليم يوسف شهين على الرغم من التعقيد ده كله انه مفهوم اه بالزبط وهتقدر تتابع الخطوط دي وهتقدر تفهمها وهتقدر تتفاعل معها يعني طبعا جزء كبير من الكريدت انا متأكد انه من غير معرف كواليس ومعرفش الفيلم الكتب ازاي بالزبط بس اكيد محسن زايد الله يرحمه طبعا ده الانبوت بتاعه بدليل انه الجزئين التانيين من السيرة اللي مكانش هو خرجوا عن السيطر خرجوا عن السيطر اللي هو يعني كأنه محسن زايد سيطر على الشزايا اليوسف شهين بيحطها لك افكارك انت جزئين التانيين تقصد حدوطة مصرية حدوطة مصرية وسكندريك كمان وكمان اسكندريك انا بحب حدوطة مصرية جدا بس ما قدرش اقول عليه سيناريو ما قدرش ادفع عنه كسيناريو بحب اسكندريك كمان وكمان بس ما قدرش ادفع عنه كسيناريو برد انا بحب الاثنين كحالة وكاستمرار لفكرة الاعترافات وفكرة السيرة الذاتية اللي حكش فيها نفسي حد اخر نحظة بس سيناريو لك اسكندريك دي عامل حاجة فعلا ما بتكررش عامل المشكلة بقى انه جيف مقابل الحريف انا الحريف برضو بالنسبالي مميز قوي وسط كل عمال بشيري ديك لانه اكتر فيلم هو استخدم فيه قاعدة شو دون تل يعني فيلم حواره قليل حواره سطل جدا فيلم يحتمل التأوليد بكذا باشكال كتيرة مختلفة مش كتيرة قوي يعني هو تقدر تقول انه فيه نظر العصر هو برضو الفيلم شارك فيه محمد خان كانت قصة اظن بشيري ديك ومحمد خان سنرى حوار بشيري ديك فيلم فيه اختزال فيه فكرة فن الاختزال في السيناريو دي ازاي تقول كتير في الحوار ازاي تقول كتير بقى اقل حوار دي مدرسة محمد خان عموما ومع ان بشيري ديك نفسه ما عملش دفع افلام كتير يعني هو ليه افلام بيحب فيها يصهب في الحوار والكاركتر ممكن تقول ديالو وهنا مثلا فيه مشهد عايزين اسس العلاقة بين شخصية عاد الامام وزيزي مصطفى في بينهم علاقة جنسية ماشية فقال لها كان ممكن في حوار تاني في فيلم تاني يقول لها ايه الاخبار تقول له احد الواحد في البيت بين اربع حطان مش لاقي اللي يسليني هذا الكلام الكتير ده كله فهو بيقول لها امك عامل ايه قالت له بتمم المغرب خلاص بتمم المغرب صحيح غير كده فيلم فيه يعني فيه مشاهد مؤثرة تحتمل برده انا بحب مثلا مشهد اصلا بنى الامارة فكرة ان دي الناس اللي عايش على اسطوح الامارة وان هم اكتر ناس اتهموا في الجريمة رغم ان الامارة طويلة عريضة فيها الف ساكن بس دول اللي الجرجروا وترموا في الاسم خروجوا مع نجاح الموجي مشهد العربية اللي كانوا بيزوقوا وهده مشهد ده يعني اول مرة شفته ده معني لان انا برضه لان انا شفت الفيلم ده على كبر وانا حسيتها حاجة لطيفة ان انا شفت حريفة لانه ما كانش هو احنا صغارين عمري ما كنت باسمع عنه عمري كنت اعرف على الحريف ده ما كانش بيجي في تلفزيون ما كانش بيجي في قنوات ما كانش في الافلام ما تحسوش حتى ان هو في الافلام اللي كانت اترممت في الديلي الشهير ما كنتش اسمع عنه كتير وهو فيلم زوقه برضه مختلف عن الزوق المصري كسيناريو جدا وبعدين فيلم عجبني كمان في فكرة الاسقاط ان هو واخد الحاضر بتاع كاركترنا وعمل الماضي منه شخصية حمد الوزيره عبدالله محمود عبدالله محمود لسه داخل وابنه وشايف المستقبل على الفتور والمستقبل اللي كان ممكن يروحه الراجل هو الفنان اللي كان يبقى لابس كابتن نور كابتن نور انا لو كنت برضه كملت زي كابتن نور كنت هبقى دهين علىها ففيه خوف من التحذير المصير المستقبلي فهو جزء من اختياره للتماشي مع عصر الانفتاح وقتها ومع التحول الاقتصادي ومع النزمة اللي هي براحه هروح اعمل كذا وكذا تحس ان هو وراك انه مكانش لي مصير تاني عشان يحيى غير ده ومع ذلك ومكانش برغم ان الفيلم كان محاكم العصر بس مكانش بحاكم الشخصية على اختياره على اختياره ده لا لا خالص بالعكس كان لا واللحظة اللي في الاخر اللي بيلف بها في العربية وحيروح اسكندرية باين ولا ما شايف ايه وخلاص هو بيدشن كونه هيشتغل في التهريب يعني هو بيدشن فكرة انه هو هيخرج عن الاخلاق والقيم سيئة لحظة مبهجة للجميع يعني ولابو وراه امرات ابوه خلاص احنا مستسلمين للشلو هو حتى غسا لما بيروح لابو بيقوله امك امي ماتت امي ماتت يعني حوارو مش شبه ايه حاجة يعني فيلم عاوز اسألكم على حاجة من شريف الهى من منظور كتب السيناريو وانا ترجمتها بسرعة لمنظور صنع المحتوى احنا في صنعتنا الموشينة اللي احنا بنشتغل فيها ده لما بنجي نعبر عن حاجة معينة احنا بنحب فعلا ان احنا نمطير عواطف الناس لان هما يفهموا احنا قصدنا ايه وان هما يتحيزوا الوجهة نظرنا وعارفين كويس اوي ان احنا بالنسبة لنا لو انا بتكلم عن حاجة لو ريتك مونتاج صايع للحتة ديت من الافلام اللي بتكلم عليها او الحاجات ديت مؤثرة اكتر مليون الف مرة من انك تسمعني بتكلم مهما كان ادائي صوتي كويس او ادائي بصري كويس بس نعرف كويس اوي ان ادائي بصري اسهل مليون الف مرة لان انا قدام الكاميرا وخلصنا وديئة او التلاتين سنة ديت تعبت وخلصت انت دلوقتي اشرت النقطة ان كلامي يحصل من غير كلامي ان السيناريو يعبر من غير حوار انتو بتتعبكم اللحظات ديت ولم تتعبكوش يعني انما تحب انك تعبر مش من خلوي الحوار ده متعب بالنسبة لكم اكتر ولا الحوار مين فيهم اسهل وبتجرول ولا بتهربوا منه اوكي انا ممكن ابدأ اوكي بالنسبة لي الحوار هو اداة من ادوات السنة استخدامه زي استخدام اي اداة تانية ممكن يساك استخدامه ممكن يبتزل وممكن يبقى اقل من اللازم في حين ان كان المفروض يزيد شوية فهو زي وزي كل عماصر السيناريو التانية زي وزي النبضات اللي موجودة داخل المشهد او زي حقطع فين بالزبط كان القطع ده من ادوات السيناريو الحاجات زي رسم الشخصيات ف انا بالنسبة لي بما بشوفش نيزة كبيرة في الافلام اللي بتستغنى على الاخوار بقدر مبالغ فيه وما بشوفش عيب في الافلام اللي فيها احوار مستفس او منطلق هو الفكرة انت عايز ايه الباكتج اللي انت هتدالي وحتوصل الى الباكتج دي باحسن طريقة ازاي عندك بقى كل الادوات استخدم كل الادواتك بالشكل المزبوط تثبتني وتخليني قادر افهم الشخصيات افهم دوافعها افهم مكانزمات بينها وانفاعل معها حبا او كرها او كذا واتابع ويبقى فيه تنشون لو كان الحوار هو الوسيلة الوحيدة اللي هتخلين عمل كده ادين حوار لو ما كانش مهم بس انت كده تيم بلاير بزيادة انا عاوز اتكلم انا عاوز اخطب الايجو بتاعكم شوكو يعني في الكورة من الاخر ميسي عاوز رقصه هو عاوز يرقصه ممكن يكون الافية للفرق ان يباصي فحباصي بس انت لو تسيب لي الكورة انا عايز رقصه انت لو او بتبقى انا عاوز اعمل ايه اكتر بص يعني انا شخصيا ما براحش اكتب من ايجو تيستيك ستانبوينت لان وقال زي ما عارف انا طول ما انا بكتب ببل هو ده وحش لانه درجة هو ده وحش ازاي انا ما باستحقش يعني فانا ما عنديش اي استحقاق في ايجو انا بكتب انا هقول لك الحاجة انا اقول ما بدأت الكتابة ايام ما كنا ليسا بنقرأ كتب سيناريو في اولها وبتاع فاكون القاعدة بتاعة تمرد على كل اللي موجود على كل اللي بيحصل فالله الابا جورة دي حرامي تعالي حرامي كله كرغان فكتبت ورغان عالي بالذات لكرة انه شودون تيل شودون تيل هم ليه راغي ليه راغي ليه راغي بعد كده الواحد بيكتشون ان دي حاجة ليه علاقة بثقافة كل بلد واستاذ ماجد احمد علي كان مرة في مهرجان انا اضحكت لي القصة دي يعني العوضة على الراوي اظن كان بفيلم خلطة فوزية كان في مهرجان دبي او حاجة كده فكان احد النقاط او الصحفيين بيسألوا الفيلم فيه راغي كتير راغي كتير قالوا انا لو بعمل فيلم روسي هعمله لك صوت بس احنا ثقافتنا تجي ببصوا على ثقافة المصيرية احنا فعلا الناس بنرغي انت ما بتركب انت لو في اوروبا بتركب اوبر ممكن ما تتكلمش مع الراجل في مصر احنا معناش الاوكر سايلنس الاوكر سايلنس ده بنملى كلام بنحشي كلام احنا كلامنا زي اكلنا بتحط فيه كل حاجة بتحط فيه سابنة وسكر زي حلوياتنا حلقة دور الساعة دي لو في السوين هتبقى ربع ساعة هتبقى ربع ساعة لكن احنا الحلقة دي بالظبط احنا شعب بيحب الكلام وبيحب الراجل وارجع اقولك هو اسماء مؤلفين يعني انا واحد زي ايرون سوركين مثلا انا بستمتع بحواره ايرون سوركين يقدر يعملك حوار 11 صفحة اولاني مثلا في The Social Network قاعدين بيتكلموا بيتكلموا وانت مش زياني او تارنتينو برضو او تارنتينو او انت مسحول مع اللي بيتكلموا طول الحوار مالوش علاقة بالسابتكس بتاعه لانه ممكن يبقى فيه حوار زي بتاع تارنتينو حوار طويل بين اتنين مجرمين ظاهروا عن البرجر بش هو باطنه عن حاجة تانية حوار ظاهروا عن الكلبز بس ظاهروا ان الواد ده يبحث عن القبول والكده فانا بالنسباني الحوار وانا كمان كشخص يعني معظم او تقريبا كل افلام اللي كتبتها كوميديا لحد الوقتي او شابها الكوميديا يعني الفيرب الكوميديا او الكوميديا اللفظية جزء كبير من الكوميديا في مصر فانا بالعكس انا دايما اي مشهب بيطلع معايا طويل وبعدين بعض اثاره واثاره 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 غزبا عني بروح للخوار الطويل غزبا عني ان دي ثقافتي لان ده اللي انا متشربه لان ده انا في حياتي اليومية الناس بترد على بعض براغي راغي ازاي بحاول احط يعني بشوف انه فيه شو دون تيل وفيه شو ان تيل اللي هو العباب ان انت توري لير تانية في البزنس بتاع المشهد البزنس بتاع المشهد اللي مش عارف اللي هو مثلا في حوار بيني وبين واقف بس انا هعمل البزنس بتاعه فين هعمل ان هما مثلا في مركب فينيل بيتكلموا لان انا عايز اقول بدا حاجة عن حالة الشخصية او هعمل الستب في مكان معين المكان فين وبيعملوا ايه بيلعبوا مثلا بالياردو زي ارض الخوف بيعملوا ليه سبب او بيقول شيء عن الحوار فبحاول ابين ده في المكان وفي البزنس بتاع المشهد اللي الممثلين اكتر حاجة بيكرهوها وحتى في الانيميشن لان انا جاي من خلفية فيها انيميشن فكرة انه استعد تتكلم جلسان يتحدثان دي مش انتريستين بصرية فانت دايما عايز تدي الممثل حاجة لو ما ديتها لهش هو هيعملها في المشهد الممثلين الانجليز معروفين ان هما مثلا زمان في المصرح كانوا بيبتدوا بالشكل الفيزيكال فانه هو ايه؟ هو داخل مصرحاته جاي بالعصايا والشنب يعني في حتى دايما بيتقال انه الدول بيشتغلوا من بره الجوة والامريكان بيشتغلوا من جوة البره فانا بالنسبالي لا انا غصبا عني بروح للحوار الكتير مش حبا لصوتي وانما استكشافا لصوت الشخصيات برضو دايما ببتدي بالذات لما ببتدي كتاب فيلم لا دايما بيبقى فيه بكتب كل الوشنات يعني لو في شخصية داخلة انا محتر هتقول استرامو عليكم اصباح الخير هكتب الاثنين هفضل اكتب اي مشهد عندي بيبقى عشر ودقات بينزروا الاثنين واكتر حاجة بتعرف بيها ده شغال ولا انك بتقول طب انا هشيل ده مشوف البتاعة هيمش من غير ولا ولا وبتفاجأ في المونتاج برضو ان انت فيه حاجات لا وبيبقى فيه مرحلة كمان الشغل يعني لما يكون معك بقى المخرج وبيدخل يقولك طب هو نازمتها ان يقول الجملة دي مكفاية يعمل كذا انت بتقسها على طول اه اوكي او لا بتحس ان انت باهمية الجملة هو الجملة دي انا حاطتها عاملة مصمار يعني في المشهد ولا هي كانت مجرد استرسال في الفراغ بالزبط وحتى الاسترسال ده ساعات بتبقى عايز تحط الشخصية استرسال ومالو بس انت عارف ان وراه حاجة او بيعمل حاجة او بيدور على حاجة مثلا اثناء المشهد وكده بس اعتقد ان انا في مصر معظمنا بعيدا عن سينما المستقلة انكلين شوية ناحية الحوار الحوار عندنا في السينما المصرية عنصر يعني عنصر رئيسي لدرجة الزمان كانوا فيه ناس بتكتبوا ساعات منفصلة طبعا قصة وسيناريو بالزبط وده ما شفتوش في السينما الامريكا يعني بيبقى بيبقى محدش بيقول ان ضايلو كذا بيقول ان شخصين كتبوا الفيلم بس ما بيتقالش من يعمل ايه بالزبط ده واحنا حتى في ثقافتنا الجماهلية او الشعبية بالنسبة للناس السيناريو عن الحوار ما تقول سيناريو فيلم كذا فيقول لك اه لما قالوا كذا ولما عملوا كذا شغلانا كبيرة قامت بعد دونكرت لما قال ان انا كنت على وشك ان انا اصور من غير سكريبت وما ستفتكروا ان ما فيش سيناريو حلو الكلام اسكندريا ليه والحريف اه اللي انا عملت دلوقتي ده يا جماعة دوت ان انا بقطع النقاش علشان نقدم قيمة من خلال مناقشة الناس في الاريا او في اكسبرتيز او نحية الخبرة بتاعتهم وده اللي بيميز هذا البرنامج فوق اي برنامج تاني فلو استليت ده هذا الموضوع ساش دوس لايك لو منه ما ياريت ما تدوسش دوس لايك وكمل عاني فيه مطش يعني اه اه اوكي انا يعني هروح لسكندريا ليه لانه يونيك متفرد انا بالنسبة لي اسكندريا ليه متفرد انا بالنسبة لي اسكندريا ليه متفرد ما فيه شبهه كشبهه الحريف هو تيبكال كاركتر دريفن اللي هو السيناريو المبني على متابعة شخصية اللي هو كيس ستادي وده له امثلة تانية موجودة عندنا لسه فيه فرص اخرى لهذا النوع من من السكريبتات اه بحبه جدا 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 الحريف جدا بس لان اسكندريا ليه مفيه شبهه تقريبا في تاريخنا كله فانا بروح لسكندريا انا بروح للحريف انا بروح للحريف مش عشان ارمية عندك بس انا بسرعة قبل ما انت اللي توردت انا فعلا محتر طيب انا هروح هروح للحريف انا بحب الاتنين جدا والله بس هروح للحريف ولو ان الحريف قريب كان فيه موجة موجة غضب ضده كده وسخرية في تويتر بس كانت على ايه على الحريف من باب انه كان عليه وصمة كده انه هو فيلم المثقفين فاللي هو اي حد ما يقول اي حاجة الحريف محمد خات زي جملة اعتراضية كده طبعا انا بالنسبة لي الحريف من الناحية تانية جزء من ارتباطي او حبي انه هو كان تجربة جيل الشركة اللي عملوها محمد خان وعاطف الطيب وبشيلة ديك عشان ينتجوا فيلم ويفلسوا وما ينتجوش تاني ففيه فكرة انه شايلين الباشن الفنية على كتابهم فهو طبعا تجربة حالو انها تعود معنا دور كمان الاعتبراط سياسية اخد بالك انك جي تاني مرة بتخسر واقل في الفوت بتاعه انا عامل عشان الناس تشترك في القناة عشان يشوف احنا في الحلقة هتجوين كنا مقطعين هو شايل ايه في قلبه نحيته المشبوه وكشف المسطور اتنين انت مرة طيب ابتدي انا مرة انا بحب الفلمين جدا بس يعني انا ممكن اختاره على طول ولا عايز نقول كلمتين الاول لو جاي تختار اختار انا شريف اتكلم عن المشبوه كتير في الجزء اللي هو بتاع الجوين وشرح المشبوه دخل على حساب حب في الزنزانة بالضبط ودي برضو حرب اخرى واقل خسرها معنا هو واقل يعني من ساعة لما بتدينك كسب حرب واحدة بس ومن ساعتها شريف بيدفعت يا ماشا الحرب الوحيدة نكسبها دي انا مكسبها علشان هو بيحب الفيلم من غير ما نقول اسمه ودخلت له فيلم وقلت له ماشي ودخلت بعدها انا بالمناسبة مشوفتش كشف المسطور قريب بس طبعا انا فاكر اول مرة شوت فيها كشف المسطور ما كنتش مصدق غد الوقت مش مصدق ازاي ده هو ما يتصدقش لا وهو كمان ياريته هو عد في عصره وكان فيه فروف شوي بيلعب شخصية كانت حية وموجودة يعني كما يقال من غير ما نقول اسمه ما شمعتش قضيه ده وقال لها دور كبير طبعا فكان فيلم صادم انا بالتالي كان عليه مشاكل معرف يعني انا مش متذكر دلوقتي وقت نزوله كان ايه حدود المشاكل الرقبية اللي عليه بس هو في الاخير عاد ده وتعرض في السينما وتعرض فيديوهات اه لا لا بنفس الشكل مش من الافلام يعني فيه افلام تانية العطف طيب البعارك بتاعتها كانت واضحة ومعروفة اه لا كشف المسطور تحت طارد تحت الرادار لغاية لما اتعرض لغاية لما اوصل للVHS لغاية لما تشاف البيوت الناس مكادش تعرف ان فيه مشكلة صح وده مدهش لان كل حاجة في الفيلم بتقول انا يعني باتكلم في موضوع خطير فهو بدون كشف المسطور الموضوع اللي هو بيتكلم عنه انا حس ان احنا بنشوق ومندوقش فلازم نقولي يعني حد فيكو بقى بالخبرة بتاعته يصغها يعني بس الموضوع اللي هو بيتكلم عنه لغاية لما الفيلم ده اتعمل كان يصنف كامير بالضبط يعني مفيش مفيش حد تتكلم بشكل بوبليك على ان الكلام ده حقيقي وحصل وبتاع بعض المذكرات بعد الكتب بعد الكلام ده وخلاص شايف ان احنا نكسل المشبوح اشان حلقة تعدي موش يستسل تتكلم عن كشف المسطور بيدور عن ايه كشف المسطور كشف المسطور بيدور عن عن زوجة كان عندها ماضي بتقرر تتخطى وتعيش حياة وبعدين بيطرد على هذا الماضي بس ده الفيلم الله يحاول ده حقيقي ده حقيقي ايه بقى الماضي؟ ده الماضي ده استغلالها من الجهات الامنية في الاقاع برجال عن طريق الجنس كما اوشية انه كان بيحدث في الهاتف مش كما اوشية يعني يا جماعة هذا تاريخ كما حدث في حقب سابق في حقب سابق اه هي خطورة الفيلم بالنسبة لي كانت او مش خطورة يعني اللي هو الخضة بتاعة الفيلم ده انه كان بيقدم وقت صناعته وقت عرضه انه بيتم استدعاء الست دي تاني لأداء نفس المهمة تاني الآن وهنا فهو ده المخيف المخيف تاني لان يعني طريقة التنصل اللي سهل لأي فيلم يتدور الموضوع بس احنا دلوقتي يبقى اينا حاجة تاني نتكلم عن زمان فهو كشف المسطور كان بيكلم عن الآن وهنا وطبعا احنا دلوقتي تطرخنا للموضوع بتاع الفيلم اكتر من الفنيات الله يناورك تلس حولك يعني هو موضوع حساس وجامد وشائك وقوي وكلام زي دوت بس هل ده يعني بالضرورة ان السيناريو بتاعه من افضل بالنسبة لي اه يعني انا بالنسبة لي من احلى سيناريوهات استاذ وحيد الحمد الله يرحمه من اقواهم اللي هو نموذج لفيلم الرحلة اللي هو البطلة اللي بتحاول تعرف هي ايه اللي مورطها في المشكلة دي فبتلف على تاريخها كله بتلف على كل الناس اللي كانت تعرفهم عشان تقدر تخرج من الورطة بتاعتها فهو فيلم رحلة بامتياز يعني كل الشخصيات اللي بتعدي عليها شخصيات مسيرة للاهتمام جدا ومرسومة حلوة قوي وفيها اللي هو الماضي او الشخصية كانت في الستينات ثم الآن احنا في التسعينات كل شخصية بتقابلها بتشوف التطريزة بتاعت الشخصية دي كانت شكلها في الستينات ووصلت دلوقتي تسعينات بكل التغيرات اللي حصلت للشخصيات دي على مر السنين نهيك طبعا عن اكيد يعني من نافل القول يعني حوار وحيد حامد المميز اللازع اللي فيه كذا لير تحت بعض اللي موجود في كل افلامه فهو حاضر هنا بنفس القول اني اشتمر احد احباط جديد يعني اصلا المشكلة ان انا موافق على كل الكلام ده بس هاختري طبق الاصل طبق الاصل فانشوفت الفيلم ده ثلاث مرات قبلك هو انا سعيد ان انا بتكلم على الافلام انت شوفت كاشف المستور دلوقتي ارايب صح؟ لا مش ارايب وكنت دايما بحس بمشكلية ان الحوار في اكسبوزيشن كتير انا يعني احنا لما كل مرة بنقابل شخصية لازم نقول كنا مصدقين وكنا مقتنعين وكنا بنعمل وكنا مش حسس ان ده ما كانوا دلوقتي يعني ده مهمة قوي علشان عرفوا اه بس هما ليه وهما بيتكلموا دلوقتي يقولوا كلمتين دول لا لانه دلوقتي فيه حدث بيخلينا نفتح السيرة ده يعني اللي هو احنا زمان كنا مقتنعين ان اللي بنعمله ده في الصالح وكبرنا وعرفنا انه لا فده ده يستدعي ان احنا نقابل فيه سبب درامي خلينا نتكلم على اللي احنا دلاثنين كنا عاملينه بس ما بتحسش ان الشخصيات في الفيلم ده في منها كسا واحدة حوارهم مشابه البعض او منطقهم في التفكير واحد برغم اختلاف انتهوا لفين يعني بحس انه كلهم ده انهما كانوا كلهم من نفس المنبع ودلوقتي انت بتشوف الكافر اللي اخدوه عشان يعيشوا لكن هما كلهم كانوا زمان فهم جايين من نفس المنطقة ودلوقتي بس اللي اللي بست مش عارف ايه و اللي عملت ايه عشان يتعايشوا معه زي هي البطلة نفسها اتجاوزت واحد دكتور مشهور مش عارف انتهيه اعجبني بمشهر الانفصال حاجة براجماتية رائعة ايسو اتكومنج وعارف احاعمل ايه بالزبط يعني مفيش ومشهد شويكار في الماديكة اه طبعا ومشهد يوسف شعبان لا بس مشهد شويكار في الماديكة مشهد حركة وهو قام وراحه وجمه مشبوخ اتكلمنا عليه باسهاب شوية المشبوه رايح مطش عنيف ممحل اه طي ممحل الامغوكاة والطفان احنا في الانتظار شريف قاعد مستني المطش ده مستني بقاله شهر مستني بقالي شهر لا بس انا رأيي واقل بقى لي كلام على الطفان ان واقل بحب الطفان وانا قيلت الطفان انت شفته قريب انت شفته سبب شفته لست شايفه من اسبوع شفته قبل اسبوع شفته من اجل هزي الحلقة يعني الازياد اخر غالبا ما كنتش هشوفه وانا يعني سبته يدخل حبا فوائل بس ان كان لا لا يعني مع احترام طبع الفيلم وكل حاجة بس يعني استاذ بشير عنده حاجات اقوى من ديكتي يعني احنا مثلا ضد الحكومة احنا مدخلش صح احسن بالنسبالي احسن بالطفان بكتير هم نفس المؤلف بس انت تكلم عن الطفان براحتك انت برضو طيب الطفان بالنسبالي ايه خطورته او حلوته كسيناريو احنا قدام قصة كلاسيكية تراجيديا كلاسيكية بنبدأ بها بنبدأ فيها بشخصيات بنتعاطف معها بنحس بالمشاكل اللي عندهم هو الموضوع باختصار اكيد من الاخلام اللي زي اليوم لا تشرفوش فهو باختصار انه مجموعة اخوات من الطبقة الاقل من المتوسطة او من الطبقة المتوسطة وناس يعني كل واحد بيحاول يمشي حياته بالشكل اللي يخليه مسطور ثم بيكتشفوا ان الارض اللي ورسوها من ابوهم اتخطط على الطريق يخلي الارض بمليون جنيه سنة 85 ويبنوا احلام كبيرة للمبالغ اللي حجي لهم من بيع الارض ثم يظهر عمهم يقول لهم ابوكو كتب لي الورقة بالارض قبل ما يموت نظير ان كنت مديله كانت زنق في قرشين ويتهمله وقبل ما يموت كتب لي ورقة بالارض لكي أضمن حقي في الحلوث ويصمم ان هو الارض بتحصل قضية الورقة العامة بيحتاج بها عليها امضة الامضة دي بتاع امهم اللي لسه عايشة فانا بعد ما استثمرنا عواطف مع مجموعة الاخوات اللي عندهم مشاكل وبانوا طموخات على المبلغ اللي حيجي لهم وبعد ما بقى قدامنا خصم واضح اللي هو العم وبقينا بنتمنى ان الولاد ياخدوا ارضهم لان الارجومنت بتاع العم ضعيفة جدا اتفاجئنا ان بقى فيه خصم تاني هو الامر الطيبة الجميلة اللي كل مشكلتها انها مش عايزة تش هتزور في المحكمة مع قناعتها التامة انه ده حق الولاد المشكلة في الطفان ان انت مش قدام صراع واضح له علاقة سريعا لو فيه خمسة بيتفرجوا على الفيلم مع بعض هيختلفوا اه اه طبعا وبيحط الام في وش المدفع في الوقت اللي كل الناس بتبقى يلا الولاد دي لازم تاخد حقها لازم تاخد فلوسها فبيورط اللي بيتفرج في انه لحد تتابعات النهاية انت نفسك الام تشغل تزور بيورط اللي بيتفرج في انه يخون المبدأ او الاخلاق او وبيكبر ده لدرجة انه يعني ده مش حرق او حرق بس ناس كده كده حيحتم بمشاهدة حاجة هتفرج انه احساسك انت انه ياريت الستيدي تشغل تزور بتشوف نتيجته في الاخر انه الولاد يقرروا اكتله الام عشان ما تروحش المحكمة فانت كمتفرج هنا انا بالنسبة لي ده ترجمة التطهير الاخلاقي اللي التراجيدي التامل هو بيورطك في ان انت توافق على حاجة غلط صغيرة وبيوريك انت وصلت الحاجة الغلط الصغيرة ده لفهم انا القتالة الام دي انا كمتفرج انا مسؤول على ما حصل ده انا بالنسبة لي ده انا بالنسبة لي ده كسناريو يخوف وما شفتوش في اخلام عندنا قبل كده ان انت تدحلبني لان انا ابقنا الطرف الشديد في الاخر او انا ابقنا اللي عملت الجريمة دي ما تتعملتش عندنا يعني انا دايما بيدعمل عندنا التويست اللي هو في الاخر نكتشف انه صديق البطل اللي هو اللي كان مش عارف ايه مش حاسس ان العار حقق ده لو بنتكلم على التراجيديا وجر وناس علمين انه منطقة متبسة اخلاقية لا بس هو العار من الاول انت عارف وانت من الاول عارف وواضح الارجومنت واضحة انت بتتعاطف مع الشخصيات لكن انت عارف انهم بيعملوا حاجة غلط في الطفان انت متعاطف مع الشخصيات ومقتنقة 100% اللي بيعملوا صح وانه حق ثم بتلاقي نفسك بتواجه المبادئ فبتقرر تدوس عليه يعني انت وانت بتتمرج يا ست سكوتي بقى والمهم ان الست دي مردوم الحاجات اللي احترمتها وواقل ممكن يكون ابرزها اكتر دلوقتي هي الست ما عندهاش ومشكلة لو لقيتلي مخرج يلا اه اه هاتلي مخرج خليني يعني هما بتدوا يعملوا عيانة هما بتجيش هما بترفضش وبتقول لازم اروح لا خلاص معينا هما جيتش فهو يعني الستركشور ده يعني نادر برضو عندنا جدا متعملش وفكرة قتل الام معموما في الدراما في المصر والعالم لحظة مخيفة وبتتاخد في يعني اللي هو ايه كأنه كده فيه غمامة على العقول كده بتظهر في لحظة ويلا نعمل كده وفيه حالة يعني موافقة تواطئ جماعة كده على انه بايت تعمل وخصوصا انه بيمهد لها انه يا ربنا ياخدني عشان تسريح فاللوها انت بتحس انه ايه ده حياملوها بجد طبعا يعني على مستوى رسم الشخصيات انا بحب شخصيات طفوعا جدا ممكن بعض الخطوط البلوتس الجانبية ما كانتش بقوة بلوتس جانبية اخرى بس بس الشخصيات كلها كانت منصومة حالي يعني انزلق عبلا كامل في المنزلق اللي هي انزلقت فيه ده هو الاخلى بالنزلق بس احسو غير مبرد خالص ما ادني لا تصل لهذه الدرجة ابدا وبهذه التصارع وبهذه الدرجة عن التعبير كماك انا يمكن حبيته بسبب اداء عبلا كامل او عندي استعداد انه عبلا كامل بالمناسبة ده اول فيلم انه عبلا كامل على الاطلاق هي تبيع لما يتبعش بس هو ما يتبعش بس انا عندي ازمة انا عندي انا كل اللي انت قلتوا في التفاون ده بحبه يعني عجبني فكرة ان ان دايما بيقولك برضو من حلاوة الدراما ان الاختيار ما يبقاش ما بين خير و شر ده مش اختيارة والاختيار لازم يبقى بين خير جوا شر شر جوا خير حاجة ده اللي بيخلق صراع حقيقي و ده حاصل في شخصية تأمين اريزئ و ده كل اللي انت قلتو مش عايز اكرره انا موافق معاه بس على مستوى سنادج الحوار و طبعا يعني يعني القائمة بتأليه معوظمها ونصها الفيلم اشيري ديك بس ده تحديدا الفيلم ده انا و انا باتفرج عليه عندي مشكلة ان في لحظات خدت وقت اكتر من اللي كانت مفروض تاخده ولحظات خدت وقت اقل من اللي كانت مفروض تاخده يعني مثلا القصة الفراعية بتاعت فاروق الفشاوي اللي عايز يسيد مراتو وسمايا الألفي أنا بجد أنا معرفش الشخصية سمايا الألفي بتعملي في الفيلم كل ما بنروح لها ده عايزة أقطاع واشيرهم الفيلم محمود عبدالعزيز والمتافور بتاع المسجد اللي بيقع اللي هو بزيف ما حبتهوش متافور أو استعارة أختلف معك في ديت أنا حبيت أقصد الأرقام الغنائية بتاعت محمود الجنجي يا إلهي الأرقام الغنائية بتاعه ما بحبش تمثيل محمود عبدالعزيز في الفيلم بحسه موزاج مع حبي الرهيب لي لحظة موت الأم أنت كده بتكلم عرض سيناريو هرجع على السيناريو هرجع على السيناريو وأقول لك اللاين بتاع فاروق الفشاوي وشمايا الألفي هرجع وأقول لك اللحظة بتاعت موت الأم تم تقديم الفكرة طرحها وأطفها يعني ستب وكله حصل في آخر خمس دقايق أو عشر دقايق من الفيلم لأنه فكرة وفاة الأم اضطرحت فهم سكتوا مردوش فدخل بلده وحط أنا بالنسبة لي ده مصدر قوة أنا ما حبيتش ده أنا بالنسبة لي ده مصدر قوة لأنه القرارات اللي من النوع ده بتبقى لو فكرت فيها مرتين مش هتاخدها طبعا طبعا هو بالمفهوم الوعظي هو طريق الشيطان وطريق الشيطان الزلة واحدة معاك معاك بس معا أنا 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 بتفرج كفيلم أنا ما حبيتش فيلم يعني ما حبيتوهش خارج فعلا أحبيتوهش خلاص أحبيتوهش يا رائع طب الأبوكادو الأبوكادو أنا أعسنا ممكن أعود أتكلم على رعفة الميهنة ثلاث ساعات يعني أنا الأبوكادو من الأفلام المفضلة بالنسبة لي في تاريخ السينما المصري فطبعا حكم عليه مش هيكون منحاس جدا حتى على مستوى السيناريو على مستوى السيناريو طبعا أول شيء لأنه رعفة الميهنة بالنسبة لي ده بيكاسو السينما المصري الراجل اللي قادر أنه يرسم لك لوحة كلاسيكية جدا بس هو اختار كيوبزم اختار العبس اختار رافة الميهنة كتب أفلام شديدة الجدية مع كمال الشيخ وشديدة القوة وفيها ميلودراما وفيها تراجيديا وفيها وفيها بس ده اللي هو بيحبه ده اللي هو بيستمتع فيه وهو بالضبط وهو فعلا مش شبه ده بجد فيلم مش شبهه أي حد أو المنحة اللي خده المنحة اللي خده المنعطف اللي خده في كلمة تانية اصبار منحة تقريبا مش فيها كلمة سيريو الاتجاه اللي خده رأفة الميهي بجد مختلف عن يعني في ناس جد بعدي حول التقليد بس ده كان فيلم وقتال افوكاتو سنة كم؟ اعتقد تلاتة وتمانين؟ تلاتة وتمانين تلاتة وتمانين انا بحس فيلم كان يعني برضو فيلم على فكرة لو بصيت على افوكاتو والحريف هتلاقيه ما تكلفيهم حاجات شبه بعض هي الافلام بتاعت نقد المرحلة دي ونقد الفترة دي وليها ما زالت تعيشها لحد النهاردة وما زالت تقدر تسقطها على مشاكل النهاردة بس كان فيه جرأة رهيبة في الطرح كان فيه عباس وليها رهيبة في الطرح السجن ده الفيلم كان فيلم ايرونيك بمعنى الكلمة فيلم فيه نوع معين من الرؤية السخرة للحياة كاركاتير كبير يعني كاركاتير كبير بجد ازاي حتى بينتهي نهايته حتى لما ادى الفيلم والراجل قاعد يقول احنا هنعمل فيلمش ومشي طلع فيلم ده مخفيف جدا ويعني انه فيلم فيه سابستنس وكوميديا ده برضو ما بيحصلش كتير وسابستنس عنيف وكتير وفيه نقد للنظام وقتها الاقتصادي والسياسي والمجتمعي بحب بحب شخصياته بحب كل الهر بس انت كارت العبث تقدر تنسب له لحد فين عقبال من قول لا بس انا مش زي موضوع الخط بتاع اخت مراته بتاع اسعاد يونس بس اعايز اقول لك الفيلم ده ممكن وموضوع روض عن نفسها ومش روض عن نفسها هو ده المدخل للموضوع هنعود منسك كل حاجة في الدنيا اللي عبت حتى لو كانت انا عايز اقول لك انه بحس ان ده اقل افلامه عبا سنقص يعني لو بصيت على حاجات اللي بعد كده كانت اكثر بكتير يعني هو كان البداية انا لمايكل اسم نعرش حتى خبط انا بحب الشخصيات بتاع حسن سبانخ بحب العوالم بحب ان الرجل ده قدر بالسناريو والحوار او بالسناريو يورينا العالم اللي احنا عايشينه بوجهة نظر تانية خالص بوجهة نظر فيها شبه من تجارب مثلا مخرج زي امير كوستاريتسا مثلا انه هو انه قصة على وقع سياسي واقتصادي معين وعلى شخصيات معينة وعلى براند معامل انتهازية كانوا بوقتها من وجهة نظر كوميدية فيها تهريك وبحس ان السخرية دي السخرية دي اكشل بيتوريك انه الواقع مأساوي لانه هو الفيلم على فكرة ابوكاتو ما فيهوش حاجة مش وقاعية كل اللي فيه ممكن بيكون حاجة كل اللي فيه وقاعي بس المعالجة شديدة تهريك طبعا انه يخش العسكري بقى اسكريم كلو كلو وعمل له ده تهريك بس هو مش بعيد عن اللي كان بيحسن ان واحد من مراكز القوة فعلا قادت السجن واخد زلزلة بتاعته مختلفة وحمامه مختلفة وفيها تلفزيون مشاهد المحاكمات كلها هو فعلا هو نقل الواقع بشكل كاريكاتيري انا بالنسبالي ابوكاتو بكل خطوطه على ضربتها بكل شخصياته هو عمل كاريكاتير لمصر في هذه المرحلة في المرحلة اللي هو صنع فيها فتاني واضح انه جزء كبير من الافلام اللي قدامنا نحن عددنا النحية لوحدها 3 افلام عبدالإمام واضح له بس حاجة على الماشية يعني هو جزء كبير من افلام قدامنا افلام اللي هي بتاعت الحاجة اللي متعملش زيها فالأفوكاتو كان وقت نزوله ده متعملش شبه وقت اللي هو الواقعية الكاريكاتورية دي كان ده تصنيف يعني ما كانش في زيها وزي ما شريك بيقول اللي هو جاية من سيناريست كلاسيكي جدا عمل افلام كلاسيكية جدا وجادة جدا وقرر انه يعني ينتفض في راحتها دي بوطن تاين بوطن تاين انا ما هو واضح طبعا انا بوطن تاين انا بتفوان تفوان الابوكاتو اذا لقيتك قلت كلمتين كويسين في الابوكاتو قلت خلالها قلت خلاص عقل يحسن انت بص انا 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 عندي مشكلة مع خط الاخت اللي هو اسعاد يونس وجوزها في الابوكاتو انا حس اللي هو كل ما تزنق في حاجة اروح اناك وبعدين خطفها يعني حتة اللي هو خطفها وحطها عنده والتاني جاي عشان يحررها فكرتني شوية بالافلام اللي مش ولابد بتاعت يونس شلبي وصعيد صالح والحاجات دي بس ارجع واقولك عارف لو الطفال ما كانش بيعمل حاجات شبه دي هو كمان مهوضوع شريف مونير ومحمود الجندي اللي قاعدين يكتبوا اغاني وحيجيبوا كمال الطويل وحيجيبوا يعني فمعلش معلش معلش احنا جيين عليك بزيادة والله النهاردة والله يعني اهل الاصار مش هعرفوا اللقوع الابوكاتو انت اصرم حتى لو كنت عايزه الابوكاتو للامام اتنين واحد ينهار ازرق احنا بلا مطش واحد خلص تلاتة صفر باقي كل اثنين واحد العار وارض الخوف مش هايز ابدأ الكلام في الموضوع اه لا متبقى ارجوك خليك انا اتوقع انك تخليك اخر فوت بس لو شارك احنا في الحوار طبعا اه طبعا حييم احترر احنا اتكلمنا شوية عن عارف الحلقة في القابل يعني او الكلام اللي انت قلته عن التراجيزيا في uh كفون اطلق منو حاجات على العارف فيلمين بصراحة فيلمين حلوين اوي 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 ايمكن يعني انا ممكن اتكلم على ارض الخوف انا بحب ارض الخوف حب رهيب يعني كسيناريو اولا انه فيلم الكنسب بتاعو حلو الكنسب الظلبي ارجنال هو سبق The Deported هو قبل ذا دي بارتد نفسه بتاخد من حاجة تانية بس برضو ذا دي بارتد متاخد من فيلم كوري اسمه اعتقد وده برضو بعد ارض الو هو اوريجنال تماما وبعدين هو فيه نقطاية ما اعتقدش انها ممكن تكون اتعملت لا فيلم قبل كده ولا بعد كده ان هو اتنسى هو مش حكاية انه فيه حد دخل بعمل فساده بتاع الا اول زمن مر فاتنسى بالظبط فيلم يحتمل تأويلات عديدة يحتمل ان انت كل ما تشوفه تكتشف فيه يعني انا فعلا كل مرة اتخرج فيه على الارض باخد بلاحظ حاجة جديدة فيه فيه سيكونس يعني سيكونس تا حمدي غيس ده وهو واخد وتحس انه بيعلمه الحياة هو تحس انه الفيلم ده بجد رحلة ممكن يتشاف انه هو رحلة نزول الانسان على الارض ممكن يتشاف رحلة لندوق طفل يتحول رجل وممكن فيه تأويلات تانية كتير والليير السياسي برضو ماشي معك على الخط والليير بتاع حتى تدرجات بيع المخدرات ازاي امتى حمدي غيس وقف وقال انا هتجر في كذا بس ما تجرش في كذا دور المؤسسة في ده ويعني فيلم وطبعا يعني لا انا بحسه من احلى فيلم اللي بيكون احلى فيلم والفويسوفر يعني احنا عموما الاداية بتاعة الفويسوفر من الادوات اللي للأسف فيه ناس بتعتبر انه ضعف روبرت ركيبي يعتبر انه ضعف يعني انا يعني ما شفتش يمكن في افلامنا المصرية حد استخدم البويسوفر بالحلاوة دي وبالجمال ده وبالتكثيف ده انا فاكر حتى جملة يمكن يعني ده هو كل ما بسمعها باتاخد كده ده هو كان بيتكلم عن شخصية واحدة عارفها وهو مفروض رجل اعمال او حقيقة كده يعني وبيقول مش عارف ازاي هقول لها الحقيقة عشان تصدق ان اجذب عليها باي عشان تصدق ان انا كنت باجذب حاجة معقدة جدا لان هو في العقداية بتاع ده دي بورتد هو اصلا انت عندك كمان بتقول ده دي بورتد قول ان هو حتى كان مخلص للاخر لانه مثلا ولا او لك انا نسيت انه ظابط بوليسي يعني هنا فيه برضو فكرة ان هو نفسه ناسي هو اه هو نفسه ناسي هو نفسه تاهي واستمر فكرة استمراء الجريمة وفكرة ان هو حاس انه فيه يعني هو ادم فعلا على الارض اللي هو فكرة الانسان والموجود انا بحاول اصلا كل ما بتكلم عن عبد الخوف بحاول اركز عشان احنا عشان الحلقة في السيناريو بس وتجز عظيم بس مش قادر اشيدي من نماغي عناصر العظمة التانية في الفيلم كلها برد اه طبعا 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 يعني انا بالنسبالي يعني رقم واحد يمكن او يعني من احسن ثلاثة لان احسن زاكي في الاداء نشهد الجامع مع عبد الرحمن طبعا حواريا 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 عشان احسن اتكلم في السيناريو بس هو اداء اللي اتنين فيه محسنش والسيناريو وايز لا هو السيناريو مش بعيد عن الحوار هو السيناريو معناه انه انا في المشهد ده فيه نبضات ادي فيه بيتس او نبضات ادي فيه اللي هو الحتة اللي هو ايه ايه الاكتشافات دي والطريقة الروتينية بحتة اللي كان بيحكي بها الحكاية في الاول عبد الرحمن ابو زهر زي ما يكون جاي يحكي له طرفة بالزبط بعدين فوجئ باللي بيحصل واعتراضه الاول على رد الفعل احنا في جامع يعني مش عملية احنا بس احنا في جامع فلا حتى يعني سيناريو وايز مش بس حوار لا طبعا يعني فيلم رائع وفيلم فيه احساس برضو بسبب زمن احداثه الطويل فيه احساس ملحمي اه طبعا اه ملحمة جدا زي افلام سكورسيزي اللي كانت بتسبان عقود دي طبعا يعني للأسف هو من الافلام اللي ظالمها الكواليتي برضو لازم ننوه لده اللي ما شافش الفيلم انه للأسف ممكن يبقى الصوت سيئ وده بيأثر على التلقي يعني انا فاكر لما فرقت ابني عليه من سنتين كان فعلا فيه مشكلة بانه انه انت مش سانع كل الكلام بوضوح فالإمباكت غير اللي بيبقى مركز مع كل كلمة والمكس فيه مشكلة للأسف فيه مجبوعة افلام كده تظلمت عندنا في التمينات والتسانات هو أرض الخوف امام برضو من الافلام اللي طارت تحت الرادار جدا وقتها عرضها انا فاكر كويس جدا منالش اهتمام لما بعدين لما ابتدأ يتشاف الفيديو وابتدأ يتشاف الفيديو بالضبط بالضبط يعني منالوش حظ كيتكات مثلا من نجاح لذلك كانت القادمة ولا مواطنه مخبر مواطنه مخبر والكيتكات مجحوا أكثر هل أرض الخوف هو أول ظهور ابر لفتح عبدالهار؟ لا أعتقد فتحي كان ظهر في سعيدة في الجمع الأمريكية بس ممكن يكون تصور قبل انتهاي يتصور ممكن يكون تصور او أرض الخوف كزمن عرض كان بعد كان بعد صح صح لكن ممكن يكون تصور بس كان دور صغير قبل اه لا لا وفتح عبدالوهاب فتح عبدالوهاب طالع في الظلام كان واحد من الولاد من الالهابيين اه 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 النهائى اوه هو عرض الخوف كريم يطلع للبعال الياته اه 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 س Valley ايه اه 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 Sang withense الشخصية اللي فضلت متماسكة ذهنياً رغم كل المفاجآت الغير صارة في عملية تهديب البضاعة واللي فضلت متماسكة نفسياً هو المجرم المتصق مع نفسه هو الذي تتوقع عندما يتعامل جزء ثاني سيتجر في المخدرات وفيه تعاطف كبير من وجهة نظري معامه وموقفه ومعكونه يؤدي دوره في الحياة يؤدي دور اللابورة ومقتنع به جداً وهو اكتر واحد تعرض لمأساة صاحب الخسارة الاكبر صاحب الخسارة الاكبر بموت حبيبتي فانا العناصر التراجدية دي بتيسحبني شوية يعني اللي هو بيبقى فيه كده دي الافلام فهي الواحد بيتفرج عليها بحس انه بطهر منجه وعلى كل دوت العار فيه نصيب مش قليل ابداً من الكوميدي اه فيه كوميك ريليفز كتير في صدمة الاخين التانيين بدخولهم لعالم المخدرات ولو احنا فيه و ايه الشخصية بتاع محمود عبد العزيز هي كوميك ريليفز من محمود عبد العزيز اكتر يعني مثلا ما اعتقدش ان فيه كوميديا بقدر الكيث او بقدر اه طبعا او بقدر كان فيه ايه تاني اه 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 بس بس امام يعني بحب الفيلم ده جدا و الفكرة ان اختيار الاختيارات التراجدية وهو انه الدكتور اللي بيعالج الامدنين من الادمان والزابط اللي بيمسك عصابات المخدرات فاللي هو احنا ازاي نحط الناس اللي هي هندسة تراجدية يعني اللي هو والحوار طبعا كأداء من الأدوات المهمة جدا في الفيلم ده المنحوطة بقى اللي هو ألفاظ مش موجودة في الحياة ومحمودة بوزيد كان بيسخن في الفيلم ومعلم كنت حغلت في اسمك والتحوادي الدنيا فداهية دلوقتي بص بص العدر والله يكون تحاغله والله يكون تحاغله ها مش بقيته كل كدف أصويته عايلي ها جاهزين للفوت؟ يعني هقول أرض الخف مدخل صن لوحده مش محتاج أدخل ولا حاجات على فكرة أنا قبل بداية هذه المباراة كنت مستحيل أتصور أن في حد ممكن يكسب العر في دور 16 يعني ممكن في مرحلة متقدمة أنا من ساعة ما شفت العر وأرض الخف يعني قلتها خلاص بس أنا أنا مقتنع أنا مش بدي لفوت لا هو طلقة صفر مع كان الاحترام يحب العالم بموت في العالم جدا المباراة القبلة الأخيرة في دور الستاشر قبل الانتقال لدور الثمانية صهر الليالي وعرق البلح عرق البلح هو آخر فيلم أنا شاهدته استعدادا لهذه الحلقة لسا مخلصوا من حزمة طيب ما تبتلين أنت مرة ببتلين دايما وبالك آخر واحد شاهدته أنا 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 كنت بكراش على شريهان أوكي أوكي شريهان ساكن كزا لقمني فهو أنا صغير رّحت لها لبيت كزا مرة فرُحت لها برجة الفطان الدهدة تعلق الفوزير الكبير أقليما كانت موتها عايشة الله pot عيشة الله 가는 العقد انت ر limited feet فأنا بالنسبة لي يابس يحر ومع ذلك وعلى فكرة أنا كنت بجد حريص ان أنا ألاقي اي طريقة في الدنيا انتفرج بها على أفلامها و المسلسلت بتاعتها و المسرحات و هوado حاجة غريبة لأن حاجتها أنسوية قوي فانت تعوزت اخد صحابك في الشارع عشان تتفرج على فيلم الكريستال ليه حاجة مش مفهومة اوي بس كنت بعمل كده ومع ذلك عرق البلح برضو من الافلام اللي طارت تحت رادار جدا ليه ما عادش في السينما قاعد اسبوع ومشار اه اسبوع بالضبط وانا كنت فخور بنفسي جدا ما انا شفته في السينما اللي هو لو تخيلنا شفت الكريستال في السينما وما شفتش عرق البلح انا عرق البلح جبته بعد كده دي بي دي لما ابتدت تنزل دي بي دي هات افلام مصري بس النسخة اللي موجودة لقيت نسخة ما دلوقتي على يوتيوب كويسة جدا اه هي دي احسن من دي بي دي عرق البلح وهو فيلم رائع يعني بعيدا عن ان انا دخلته كعملية انقاذ لربما بقى مواكب الايمة ويبقى فيه فيلم مهم ماكنش فوته او حاجة بالطريقة دا لا هو فيلم رائع فهو موجود على يوتيوب وفيلم رائع ويورشح مشاهدته بكل تأكيد الفيلم عجبني جدا بكل تفاصيله وعلى الرغم من ان هو فيلم فيه وسيناريو بالتحديد فيه طبقات كتيرة جدا ما بين الحدوتة اللي بتتحكي وما بين الموضوع الشائك المتعلق برغبات او صعوبات الشخصيات اللي احنا بنعيش بيها وطريقة التناول الراقي لهذه المواضيع الشائكة اللي احنا بنتكلم فيها وصولا لان الفيلم من البداية يعتبر بشكل او باخر هي قرية او نجعة او حاجة بطريقة دا بيفرغ من الرجال بالكامل معادة صبي صغير وشيخ عجوز ما بيعملش اي حاجة هذا الشيخ اساسا ولكن النقطة برجعية مهمة جدا للاحدث اللي احنا نتكلم عليها بالاضافة للتعليق بقى بتاعت احنا رمزيتنا دي كلها على بعضها بتعبر عن ايه او بتنقل عن ايه انا انا حبيت الفيلم جدا بطول التفاصيل هو بداياتا اصلا يعني او بنتكلم علي الكتابة بداياتا من اللوحة اللي مكتوبة بتاعت الى الجنوبي الجنومي المحتوي بخبيئاته او الهارب لا المطارب بخبيئاته يعني من اوله انت عارب تحس ان هو بيحط القواعد من اللوحة دي فيها انا حاجة اللي هو انت مش قدام فيلم اعتياد اول لغة اللي تستخدم في المشهد اللي هو الفلاش فورورد بتعمل في البداية بالكلام انه بدأ بالفصحة في الاول وبعد ان انتقل انا كمان من الحاجات اللي بحبها في فيلم ده ان انا يعني كل شخص وليه تقويله بس انا بحس انه هو المين كاركتر في الفيلم ده هو النجع نفسه كله على بعض ومش شخصية معينة مش صحيح لانه كل شخصية ليها ثقالها بس مفيش انا بحس انه رحلة هي قصة وده بيكتب في اكل فيلم ان ده قصة نجعة او قرية تركها كان مكتوبة بطريقة شعرية اكتر كان قصة انه البطل هو في مكان والرميل ده بيرنيه على الواقع او ازاي ده كان مقرب الواقع وقتها فكرة هجرة الناس او سفر الناس للعمل في الخارج صحيح فيلم انا ما اجزمش ان انا طبعا يعني حاسنا فيلم محتاج اشوفه مرات تانية افضل اكتشف فيه حاجات هو من الافلام اه يعني هو من الافلام اللي تتشاف كذا مرة جدا وكل مرة حيبقالها حلوتها وطعمتها وملحمي كده يعني فيه اللي هو فيه احساس انه ان انت بتفرج على حاجة اللي بيسموها الفوق سحرية فوق واقعية يعني هو فيه حاجة كده طايرة على الارض كده وحتى لو مقلمتش بالموضوع بالكامل زي ما شريف قاله حسنت انك فاهم ايه الموضوع انت من اول ربع ساعة في الفيلم هتحس انك فيه حاجة اكبر من اللي انت بتشوفها بالزبط وعلى فكرة بحسه برضو لو بنتكلم على الافلام مثلا لو قسمنا التأسيمة المعتادة بتهد كماهيري وفني على يعني بغض النظر عن انتفاقنا واختلافنا معها انا ما شوفك على فكرة فيلم مسل ممتع مليان احداث مفهوش ملل مفهوش يعني كان من الحاجات الغريبة بالنسبالي انه يتشال للسلمة بعد هو ايه بقى الحكاية هو اللي حصل انه يعني حصل مفتكر وقتها كنت بتابع يعني هو كان انتاج افلام مصر العالمية اه افلام مصر العالمية شركة يوسف شاهين وكان فيه شيء من يعني نوع خلافات او حاجة كده حوالين الفيلم وما بين الشركة كوربورتويزم لا مش للدرجات دي بس اللي هو ايه يعني فيه اعتقاد انه مش هيعمل فلوس وفيه اعتقاد انه هو فيلم مهرجانات بس وحياة كدة فلا هو اتعرض في رمضان اه صح اتعرض نزل في رمضان فطبعا يعني اللي هو ولد ليموت تم تضحية به اه تم تضحية بشكل او اخ انا متخيل انه ده لو اتعرض يعني ده نفس الفيلم بنفس العناصر بنفس المكونات دي لو نزل دلوقتي لا حيبط موضوعه يجذب الجمهور يعني موضوعه يخلي الناس عايزة تتفرج انا شايف ان ده كمان فيلم مصري كان يكبر دولا احنا عمرنا ما كنا شاطين في حتة المهرجانات دي ده فيلم يعني من الافلام اللي في تاريخ مصري ان تستحق انها تروح عادي يتسوق صحيح يتسوق ويروح كان يروح برنين يروح بنيسيا يروح المهرجانات الكبيرة وياخد جايزة كمان انا شايفه فيلم عالمي فيلم استحق وكمان للأسف الشديد معظم المهرجانات دي خلينا صرحة فيها بيئة ان هو مش عايز يشوف مشاكل الطبق المتوسطة عندك هو عايز يشوف الديني فول كتير وده في كده وده في كده وبعدين ده في عالم سحري انا نفسي انا اتفرج الفكرة الصعيد بالشكل ده لانه الصعيد احنا شفناه ألف يعني واحد ساب كل الصعيد اللي نعرفه من زئاب الجبل ولا يشبهه وكل هذا وطلع لك صعيد تاني وطلع لك قصة صحرية حقيقة قصة تحس اللي هي حاجة تأليف مركز كده حاجة تأليف يعني حاجة فيها الطابعة وطبعا هي صورة معكوسة مفترض الناس لما تشوفي فيلم التاني تفتكر عرق البلح بس انا بالنسبالي كانت بالعكس A portrait of a young lady on fire وفي مشهد او اتنين غالبا شفتو الاغنية وحاجات كتير ولو انه هقولك على حاجة برضو الفيلم بتاع portrait of a young lady on fire بحس فيه من الكاركترات برزء اكتر بالذات الكاركتر بتاعت مش ازا السامة البنت التانية مش عايز اقصف فيه بس بحسه برضو رحلة علاقة يعني فيه علاقات وفيه وفيه زي ما نقول مش رحلة التطور كاركتر بس رحلة التغير او رحلة انت عايشت مع الشخصين با انما عرق البلح انت فعلا عايش مع الحدوطة عاملة زي يعني هي مش زي حدوطة مثلا سندريلا ولا ست الحسن لا قصة سندريلا ولا ست الحسن ولا علاقات ده هي قصة العالم ده العالم ده والنجع ده وتحس انه برضو من الافلام قليل قوي لو بنتكلم على فكرة ان هو فيلم الكونسط اللي فيه يعني صعب قوي ما تعمل فيلم الفكر اللي وراه يبقى سايقه من غير ما الفكر ده يبقى زاهد لا الفيلم ده قايم على فكره وفي نفس الوقت فكره مختبئ وراء كل السحر بعدين فيلم كل القواعد فيه مختلف وبرضو فيلم الموت فيه مختلف اللي بيموت بياخد الحسن وبيمشي فيلم العادات هي مختلفة طريقة النظر فيه حتى للنجع لما الرجالة سابوه التاليون مرديوش يجوا يغنوا بالمناسبة في الحلقة شفتها حد كان عامل شرح عرق البرح والحريف فيديو بلوجر عاموتي افتكر اسمه بس لو الناس كتبت شرحها عرق الاسم ايه البلوج من عناية من عناية هو بيهتم بالمؤتد شوطه اطلع عمر يا جماعة حبيبنا اول مرة اشوف فيديوهات الرجل من يومين وعجبني جدا جدا فاتحيه حتى لو انا مختلف معه اتفرج على فيديو بتاع الحريف مختلف شوية مع بعض الحاجات او هو عنده منطلخ معامل تفسير بس لأ حبيت كلامه جدا حتى الكلام اللي اختلفت معاه كلام يحمل وجاهها ويحترم وفيديو بتاعه فعرق البلح حلو قوي 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 يعني انصح الناس تشوفوا بعد ما تشوفوا فيديوه فهو احنا عرق البلح في السينما لانه جي في عز وقت ما كانش فيه غير نوع واحد على الساحة مسيطر تماما اللي هو كان من بعد اسماعيلية رايح جاي وصاعدة في الجامعة الامريكية حصل انفجار كوميدي يعني كبير جدا يعني كل السينمات بقت موجهة للنوع ده وده مش ضد يعني مش ضد الجانرة بس ما كانش فيه انواع تانية ممكن تاخد مساحة او تفرض نفسها على على الشاشة والناس تتعاطى معها هذه صهر ليالي كان اول كسر لهذه القاعدة ان الجمهور في جلنا يعني او في الحكمة اللي احنا عشناها او شاهدنا فيها التعاطي الجمهور مع الافلام في السينما كان اول اسبات بالنسبالنا انه جمهور هيتفرج على الحدوط الحدوط سيروح وراء الشخصيات اللي معمولة كويس سيروح وراء الفيلم اللي عاملينه مصدقين تفاصيله مصدقين ان هم مقدمين حاجة جميلة بغض النظر عن الجانرة بغض النظر عن ان فيه ضحك ولا ما فيش ضحك بغض النظر عن كل الحاجات فصار ليالا ما نزل ونجح كان نفس اللي هو اذا ده فيه فرصة انه حاجات تانية غير الكوميدي ممكن الناس تحبها وتصدقها وتتفاعل معها وتنجحها يعني سيناريو وايز انا كان بالنسبالي مدهش في بساطة الهندسة بتاعته اللي هو احنا انا فيه شكل سيمتري كده فيه اربع اربع حواديد او اربع كابلس والعلاقات بينهم منفدة على بعضها بطريقة معينة من غير ما يشرح كتير قدر يقدم كل العلاقات والميكانزمات دي ببساطة وورتك في الرحلة بتاعت الاربع رجالة قصاد الاربع بلاجات وبشكل ما تحسش له مستوي قوي مش زي ما نكون بنروس حاجات الخناة هم الاربع الولاد اصدقاء بس مش الاربع بنات اصدقاء وعلى الجنب الاخر فيه علاقات من جوه او فيه حكاوي من جوه ليها تاريخ مهمة جدا والتاريخ ده بيظهر في اوقات معينة بيخليك تعيد نظر في العلاقات دي من اول وجديد وكانت براعة شديدة في زائب اللي دخلت جوه الدايرة دي كأنك خلاص واحد من الشلة دي وعارف مين كان يتكلم على مين بالزبط هنا بقى نرجع للعنصر اللي كنا بنكلم عنه من شوية الحوار الى اي مدى الحوار نقدر نتحرك فيه براحتنا كتول صهر ليالي حوار بس حوار جميل حوار حلو حوار هو اللي بيعمل البيتس المشاهد يعني كل المصادمات او التصاعدات بتاعة المشاهد الكبيرة في صهر ليالي مبنية على الحوار بس ده عمره مكان حاجة تخلينا نقول انه هو اقل فنية من غيره مفهوم بس بحيات سباردي كان فيه جزء بين المصادمات دي هو في شكل حوار بس كان مدني على ايفنت سباردي طبعا هو طول الوقت عنده الايفنت اللي بيفجر به الموضوع وده تم طرحه انت شفته حتى وان كان تلميحه مش في وقتها المناسب احراجت حفلة انت شفت الاحراج وهو بيعصاله بعد كده حتشوف التوابع بتاعته وفيلم كان يواخب باله من الحاجات بتاعت البنية الصغيرة شريت الكاست اللي كان متسجل عليه وهما بيلعبه اسم للحاجات دي بيستخدمه دايما وانتو بقى لو في اسمه اصح والنبي في الشغل تقول لي بسميه دراما الحاجات بقول لو فيه دراما شخصيات وفيه دراما حاجات ده فيه موبايل ده شخصية ده بتلعب معنا حاجة حاجة حطها حد في جيبه وبعدها تلات اربع ساعات تلات اربعة ايام داخل احباس حيكتشفها دي حاجة العربية اللي الكاست بتاعها بايز او الراديو بايز يعني فيه الكم ده فعلا من تفاصيل الحاجات ودراما الحاجات في صهر اليالي وفي المفاكلة من واحد خارجين من السلمة كنا حاسين ان احنا اصاب حدس جدا انا خرجت يوميها كنا مجدوهين انا وقتها كنت بكتب ريفيوز على الافلام وكده في الجرائد والمجلات بس كنت رايح عشان انا عايز اشوف تجربة هاني خليفة يعني اول مرة هاني خليفة وكان تامر طبعا اول مرة بس انا كنت معني بهاني ساعاتها لانه هو الاسم اللي كان متردد اكتر بالمناسبة هاني خليفة كان مساعد فارق البلح مساعد مخرج مع رضوان الكاشف فارق البلح فال2 خرق بساس sam أول مرة خرجت اسم لها ادورت على رقم هاني خليفة الفüler عشان اقول له شكرا انا اتفرجت على حاجة عظيمة ومرضيتش اكتب عنه لانا حاست ان انا تورطت فيه جدا انا حبيته كوائل مش كرفيور اللي هو ممكن ابقى ما اقدرش اقيم المشاكل اللي فيه صح كان تجربة فعلا مهمة جدا لجلمة يعني اللي هو حسنا انه احنا دخلنا في عصر جديد يعني طبعا للاسف ما تمش اسمار ده بعد كده الافلام اللي بالنفس النوعية ما لقتش نفس القبول بس هو حتى كان نفس بالنسبة للوجوه بتاعته يعني منذك انطلاقات بقى الممثلين بس انا بحس انه برضو الفيلم ده يعني تقول ما فيش اسمار حصل ديه بعد كده بس انا حاسس انه اثر في لغة حغار حاجات يفيك ده بعد كده حتى في التلفزيون فكرة الكلام عن الاشياء اليومية في وسط الكلام المدطايع السغيرة دي صح كان ليه لغة كان ليه لغة معينة كانت جديدة علينا كده مكانش شبه الافلام يعني فيه ناس تطلع في الافلام تتكلم شبه الافلام اللي هو انت تجننتي ولا اي اي انا اتجننتي انا بقى مجنونة لو كملت معاتي كانش فيه كده ما كانش فيه المصطلحات الكلشيائية الكلام ما كانش فيه ايه الكلشيائية وكله كان حقيقي وكله كان انا حواري المفضل من الفيلم دوت الخناء اللي احمد حلمي استاد فيها البيت اه 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 انا كنتش عرف ان احنا اسبالة او انت عملات دوسي ما عرفش مين كنت دخلت في نقاش في الحلقة بتاعت البطولات الجماعية ان الحوار برضو فيه اكسبوزيشن اكتر من لازم بنحكي تاريخ بنعمل ما عرفش مين وقلت له يا عم انا كرجل متزوج اؤكد لك ان دي اخناق تتكلم تجوزين مية في المئة طبع 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 وبرده فيه مشكلة مشكلة شديدة الحساسية بتاعت جهان فاضل وخلدة ازاي تم تناولها وبعدين نهاية الفيلم وازاي انه في حتاة مفتوحة وازاي انه فيه ناس لحد الوقت عندها تقويل لفكرة العقودة اللي جهان فاضل لابسها هل ده مع ناس تمرارها في الحيانة او في العلاقة دي او لا فيلم حلو 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 يعني يا بقى على الاختيارات دي انا كنت متخيل ان الفيلم ده هيبقى المنتشط ده هيبقى سهل من كم لا صعب بس بعد الكلام صعب لان الالتين متميزين والالتين انا عندي تحيز للاحدث الاحدث والاحدث بالنسبة لي هو الاقدم اه اللي هو عشان انت شفت عرق بلح وراير اوكي اه انا منباهر بالفيلم وبعيدا عن السيناريو والموسيقى يسر عبد الرحمن يا الهي طبعا والاغنية والاغنية بتاقي بيبقى ليه حاجة حدث هي خسارة محمد ناجاتي ده ولا اه طبعا اه طبعا كان رائع بسرعة موس انا راغبا في انه نفسي الناس تشوف عرق بلح اكتر نفسي انه فيلم بيصعب علي ان ده فيلم مش متشاف كتير يعني اه فهاختروا من باب السياسة لهم باب الدعاية معاية انا الفاكتور ده برضو يعني سهر العالي كلنا شوف ناية كلنا شايفتوا فيلم قريدي خلاص في ال وفي ال وفي البوب كالتش وواحد حقه تماما انا انا حشارككم الفوت بس لانه فعلا في تأجير الشخصي السناريو الافضل مش بس لانه هو اللي انا عاوز ابرزه اكتر والكلام ده كله سهر العالي سناريو رائع بس الطبقات اللي موجودة في عرق البلح لا 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 كتير اوي اوي او كل انا زي ما بقول ده فيلم في المشاهدات المتتالية كل مرة هتكتشف حاجات كتشو خيبه لك منها عمق وعمق يعني عرق البلح هتقدم لدهور التمانية مرسي لانصار العالي خارج المنافسة قبل التوجه للمباراة الاخيرة في دروس 16 زوجة رجل مهم وبطل منه هارك اه خد انت زوجة رجل مهم اه اوكي انا بالنسبالي كنمنا نتكلم من شوية الحريفة كنت بقول ان هو نموذج للكاركتر دريفن ستوري او سكريبت زي زوجة رجل مهم بس زوجة رجل مهم مش بس كاركتر دريفن هو عامل برضو فكرة انه ازاي احكي قصة شخص شخص اولا مش عادي بقى مش انتي هيرو زي اللي كان في الحليف مش شخص مهمش لا ده واحد عنده رغبات سلطوية مخيفة ممكن يبقى سادي شوية ممكن يبقى سايكوباتي شويتين والشخص ده موجود في عالمنا ومتحكم فيه واشوف رحلة صعوده من خلال حياته الشخصية ومن خلال حبه وجوازه واخناقات زوجية مع باكدروب تاريخي وسياسي ما تقدمش تقريبا المرحلة دي مرحلة السبعينات ما تقدمتش بالشكل ده في افلامنا بالقدر ده من اللي هو ايه شوية فن وشوية سياسة وشوية نشوف العالم ده كان عامل ازاي بس مع الحفاظ على ان احنا الكاركتر بتاعنا هو اللي بيسوق من الحاجات المدهشة بالنسبالي انه كاتب هذا السيناريو ممكن ما اعملش غير فيلم تاني واحد او فيلم استاذ رقوف توفيق الله يرحمه لسه متوفق قرائد وكتابات رقوف توفيق عن الافلام من الحاجات اللي حببتني انا شخصيا في الشغل يعني من اوائل الحاجات اللي قررتها في حياتي كتب السينما تقول لها والسينما ما زالت تقول لها والسينما المرأة والسينما الحقيقة الراجل كان بيروح للمهرجانات ويكتب مراجعة مع حكي للفيلم لان افلام ارجنتيني واسباني واطالي الناس مش هتشوف فانا شفت الافلام دي من خلال كتاباته بالتحليل بتاعه هل هو عصر قطيق مالوش قرارة دي؟ لا مش اخوات كنت متخيل يعني وانا صغير كنت متخيل ان هم رابوا البعض بس الاثنين اشتغلوا مع محمد خان واثنين عملوا افلامهم معاه الافلام العظيمة يعني فبالنسبالي زوجة الرجل مهم كان اللي هو ازاي عندنا السيناريست ده بالقدر ده من الاحكام والسيناريو بالمناسبة منشور او معرفش لسه موجود منه نسخ ولها بس كان منشور في سلسلة اسمها افاق السينما كانت تبع وزارة الصقافة فكان نزل في كتاب للمهتمين يعني سيناريو محكم جدا في كل مراحله في كل فصوله ومخلص لفكرة الكيس ستود بتاعت الشخصية السايكوباتية وفي نفس الوقت ممتع وممتع جدا ومسلي جدا بحب ازاي اخذ شخصية الشخص المانيكيليتور ده مبدأ معها بداخلة حلوة والبخيك ومشور ما تحول هو مش كاركتر تشينج على الفكرة هو كاركتر ريفليشن كاركتر بيكشف عنواجه الحقيقي بيكشف عنواجه الحقيقي تقلع وتقلع 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 ولكن هو راجل ده الإسلس بتاعه من الاول اه بالزبط بالزبط لسه هو انكشف بفعله ظروف او بفعله ضموط معينة يعني هو لما فقد هو كان ممكن يكمل عادي هو كان ممكن يكمل شكله وديع في البيت وكلام زي دوت لو كان لسه عنده غطاء قوة او قادر يكون عنده متنفس للمشاعر بالقوة بتاعته واحساسهم اهميته بحيث ان الرجل ده كان هيتفئس يعني كان مع مراته على اقل في البيت كان هيوصل لهذه الدرجة من التحكم والسلطوية اين كان الوضع يعني ده النوع الشخصية اللي الزنقه تفئسه والنعمة تفئسه يعني عارف ايضا لان هو الاسمس بتاعه بيغلي جواه هو عنده شيطان كامل جواه لازم عايز يخرج من ال طبعا يعني على مستوى السيناريو برضو في نفس الفيلم يعني الفيلم رائع بالنسبالي اخراجيا وتمثيلا وكل الحاجات بس برضو على مستوى السيناريو فكرة تعشيق عبد الحليم والعلاقة مع عبد الحليم وتوظيف اغاني عبد الحليم ما اتعملتش بالحلاوة دي مع وفات عبد الحليم وازاي التسلسل الفني بتاع عبد الحليم يبقى مربوض بالفصول بتاعة الفيلم والنقلات حتى الشيطة بتاع البنت اللي بتنتخر البنت اللي بتنتخر بالزبط فده سيناريو يا جماعة يعني هو ده اللي بتقال عليه اسكريب بغض النظر عن انه هل ده كان المكتوب في ورق اقوف توفيق من الاول ولا هي الليير اللي حطاها محمد خان كمخرج انا ما اعرفش بس في الاخر المنتج قدامني على الشاشة انه العناصر دي متضفرة مع بعض بشكل فيه سينما يعني فيه حاجة بتحبوا نهاية زوجة رب المهند؟ انا بحبها جدا طبعا بحبها جدا انا حسيت انها ابرت صادمة سريعة متسرعة مش عارف الا ايه الكلمة والصحة اللي هي لا يلا دلوقتي احط كل الخطر بيزها وخلص ويمكن دي صفة لأفلام كتير من هذه المرحلة بس مش قابلة تتخيل نهاية مخالفة اه لا يعني هو 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 اللي هيا جاد في اللحظة اللي هو كان خلص عارف ان هو ما بقاش مسيطر على اي حاجة فيلا ننهي الجيمة يعني اوكي وعنا فكت حتى بقودة جزء فيه كنترول برضو بتعشر اللي انا اللي حكت بالنهاية بنفسي يعني مش هتتفرد على ايه نهاية انا مش عايز هيا بطل من ورق 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 دايما فيه السؤال بتاعه كان متاخد من حاجة او ريجنال ورق انا ما لقيتلوش اي عاصل وسألت حتى ايمان الزرقاني قال لي على صهرة تلفزيونية وقال لي على مسلسل الماء والاثنين كان فيهم فكرة ان فيه كانت ايمان الزرقاني يا اخوان اه طبعا شاو طاوت وسألت مسيو ادم برضو ادم يسين الانتنين حبا يبناني وصرسرة فالنهاية وعايزين صرسرة فالنهاية ترجع يا اخوان خلاص قالوا ان هم حلقة نجم الاستورية نازلة اخيرا ورايق بسا بقالهم فاطر قطعين اه بقالهم فاطر قطعين فبصراحة لا يعني حتى ما دورت لقيت فيه فيلم قديم ما حايتش اشوفه كان ميوزيكال برودوي برضو اخرج سيدني لومت اسمه دفتا كان فيه حاجة لها علاقة بسيناريس بس لا مفيش حاجة شبهة حتى كان زمان عندي شكل رواية بريكفست بورتشانفينس باعت كيرت بونجد مفيها الشبهة يعني فيها تشابهات من بقية فكرة الرفت بس فانا بصراحة بمعرفش يعني حد يصحح لنا لو بيفرد بس انا هعمله على انه فيه مقليم جميلة الشبهة بحب السيناريا بتاعه جدا خصوصا ان مؤلفه ما كتبش عظيم افلام كتير اه ابراجيم الجرواني بحب انه فيلم بيخش في الموضوع بسرعة فيلم اقامه وتسارع بالنسبة لأفلام عصري وفيلم بقدر نقول الستراكشور بتاعه امريكاني بمعنى انه عشر دقيق او قلم عشر دقيق بحصل انساة 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 ان انت الجورنان يا هاسا ناسوخي ايه مش عارف 25 دي ايه بيروح بيقابل اصار الحكي 25 دي ايه بيعد البوابة بتاعه ان فيها جانب فهو الستراكشور بتاع الفيلم امريكاني قوي متسارع وده كان وقتها اعتقد انه مختلف شوه فيلم كان سريع الاقاعة جدا فيلم موسلي جدا فيلم فيه كاركتار وانه هو يعمل الحدوطة دي بشكل كوميدي كده شكل كوميدي كده وفيلم لذيذ ودم وخفيف وفيه قصة تحضر وفيها اصارة وفيها ترقب وفيها حيطة غموط في الاول انت مش عارف مين اللي عمل كده وفيها لاين مخيف اعظون ان كان اخراج استاذنا الجنال اخراجه وحلو اللاين بتاع احمد بدير انه ازاي يتعامل مخيف وفي نفس الوقت يعني بس انا فكر انه انا ازاي كنت مخاف منه وطايملس اه وطايملس والغريب ان هو استغرم الفيلم ده كان عاملو مزيك عظيمة بس هو اختار فحمد بدير يختار مزيكة فاتي المختار استاذ جولوه وطيسكات حاجة برضو كل شي حصلت في التغيرات حبطين في التيم الموسيقى بتاع تفودني رغم انه يبال كتير مش خطوش انا بحس لو بنتكلم في فيلم كوميدي حل ومتماسك متكامل فيه شخصيات التعاطف معها واتحباها وإن كانت ما عندهاش جيرني فيها التغيرات يعني هو بيبتدي كاتب سيناريو فهو ما بيتغيرش الحدث أكبر منه فيعني ده سر حب لي إنه هو فيلم كوميدي محكم الصنع جدا فيلم صعب حتى المنجدين كلفة تقنياً معوقع التصوير بتاعته حيات حساسة محطة قطر البرج تحرك كتير وتنطط كتير فيه تحديات يعني فيه تحديات كمفي ستايل اللي هو تشوف منه شوية ديوقتي في يورجوس لالدكوس لما بسدى استغرم العدسات الواسعة السفيريكا القوي دي كان فيه لقطات من دي كتير كان فيه ميزلسف حلو يعني فيلم بس مش هنكلم على إخراجين خليها في السيناريو بقى سيناريو جميل يعني بس طبعاً اختيار صعب بصراحة بالتنين لو هاختار يعني حسناً جوائل هنتفق المرة دي أنا يعني من زوجة رجل مهم يعني 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 بطل من ورق فيلم كوميدي يمكن لو كان عدل امام مسلاً هو اللي عمل الدور كان حينجح اكتر من كده يمكن بس وممكن يتعمله ريميك يعني فيلم كوميدي كلاسيكي مضبوط زي امريكاني زي مشري في جود بس انا هروح لزوجة رجل مهم لها كلاسيكي ومس المهم انتهينا من دور الستاشر وننتقل لدور الثمانية الاختيار بتاعت لسه موجود الاختيار بتاعته الي هو الي انت كتبت الي مش هتولي هو ايه لا اخا مش اصدق لسه موجود في المنافسة اه مش لسه موجود يعني لميتو دي عطيه انا فاهمت للميتو ده ليسه موجود في المنافسة ليسه موجود مع انها كتحساسة يعني انا الفيلم بتاعي كان على وشك انه هو ياخد كتفي النظر والارهاب والكباب مش قادر اتكلم يعني بكتره ما انا بحب الليل وكتره ده اسود سيناريو بالنسباني اللي حصل ده ان النظر قدام الارهاب والكباب بس اعتقد اول اختار اقول هو عموما من اول دور الكمانية اه بقى خير انا هقول الارهاب والكباب الارهاب والكباب بس هو قال لك كوميدي صرف هو الهدف الأساسي منه الأول والأخير هو اللي بضحك بالزبط يعني الأفوكات والإرهاب وكباب معجونين بالسياسة وبالأفكار والفلسفة يعني كل واحد في الحتة بتاعته النظر كان الفيلم الكوميدي الصرف ودعم السيناريو الحريف يقابل السيناريو المشبوه ده السيناريو كبوز بالنسبة الحريف يقابل المشبوه طيب هنأوه بحاجة صغيرة اللي كنا قلناها في حلقة الجويل إنه هو المشبوه هو قام اتخذ من فيلم أمريكاني بس هو تفوق على الفيلم الأمريكاني بشكل رهيب ونقاشنا ده بشكل كافي في الحلقة انت بتقول ده كنقطة إضافية لي ولا نقطة تؤخذ منه بس انت عاوز تقلل من قيمتها لا ممكن بتاني بس هو مش في محلها خالص لا أقول لك على حاجة أنا أقول لك على حاجة أنا شايف أنه لا أنا مش هاخدها نقطة سببية لسبب تاني حاجة في تكرتها مهمة أنه الفيلم الأمريكاني كاتت رواية وكاتب الرواية هو كاتب السيناريو والحوار والمناسبة في قصة مطيفة الكاتب السيناريو والحوار كان اسمه ماركو زيكي الرجل ده كان مدمن وطلع في الفيلم كان فيه شخصية مدمن بيخش الحبس وقال لهم أنا عايز أعمل الشخصية دي فالمخرج عشان عارف أنه هو مصطول والراجل ما قضيها وطول الوقت قلمت يجي بدري خلوه يجي بدري جوم يكلموا لأ قوه مسجون في نفس السجن بتهم التعطوي فخرجوا من السل دي من الزنزانة دي يصور بالزنزانة دي ورجع مات في الزنزانة تأيدي فخصة مقاريتها حسيت تدقى لجيزة هو رجل لو لايف يعني ماشي ولا هو كاتب كويس ومحترم يعني واضح أنه بيكتب كويس بس واضح أنه كان الراجل عنده حكتة نزع عدمية 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 ففي الاختيار بين المغبوح والحريف وانت تد انتو خلوني أنا أوكي يعني أنا بميل دايما في المواجهات اللي ما بين الكاراكتر دريفن ستوري وال بلوت دريفن خصوصا لما تبقى الشخصيات في حلوة ومكتملة ونطجة تقول مشبوهة لوت غزيبة هتحكي في خمستاشر ثانية بالضبط هكل بلوت بوينت ستاعته أنا بحب المشبوهة أكتر من الحريف بس تلسيبها بنروش داعه بالسيناريو عشان كده أنا عم أسلم مشاهدة كورة وحشة قوي في الحديث ها ده جزء طبعا يعني ها طبعا طبعا يعني المشاهدة دي لو كانت مقنعة شوية لو في لو عندنا ماتش دراما زي ماتش الأخرين ماتش دراما يعني الماتش نفسه فيه دراما ده لو تتعمل زي الناس طب بصراحة مين كيومل لما بيشتغل تعلم تبقى عادي متسلي يعني عايز تتفرج عليه اللي اتنين يعني أنا الفيلمين دول وحاجات من اللي راحت يعني الفيلمين دول أكيد من الأفلام اللي لو شفتوهم بالصدفة شغالين في النص بكمل اه يعني ما بس هل ده سؤال يحسن الأفضلية على مستوى السيناريو ولو حتى شوية زي ماتش طبعا عندنا هاني شنودة في الفيلمين كمزيكة عندنا عاد الإيمان في الفيلمين كبطولة أنا كسيناريو هقول أنا أعتقد أن أنا أختار دلوقتي قررت أن أنا أختار بناء على أنا مين فيهم بيحسسني بحاجة أكتر وأنا المشبوه بيحسسني بحاجة أكتر يعني كالنقلبي بيدخلع الناس دي أكتر بتعب لها أكتر مش زهني زي الحريف مش زهني زي الحريف الحريف زهني بس الحريف انتو اللي بتكتبوا مشاهد خماءة بتكتبوا إينا بس في فيديو حلو قوي الناس اتنين مؤلفين اللي هما في اللورد ومش فاكل التاني اسمو إيه اللي كتبوا سبايدر مانا كروس دينيبرس تقريبا هما كانوا كتبين فيلم قبل كده كانوا بيحكوا على الطريقة اللي بيكتبوا بها مشاهد الأكشن لأنه هما أعتقد جزء من بيخرجوا الأنيميشن او حاجة كده هبيكتبوا بالتفاصيل أنا بكتبوا زمان كنت بدي تفاصيل مستفيدة وبلاقي ان كل ده بيتدمر في اللوكيشن من اول تلو بيحصلدي بعد كده بقيت اكتفى كديد بمعنى بمهمة قوي عندي ايه حدوتة الخناعة هتطور ازاي مين بينتصر على مين ده أخد الأبرهان ده أخد الأبرهان وعارف إن كل ده هيتغير لما يجي الشخص بتاع الستانس ولما يجي الشخص بتاع الوحاجات بس كمان لو فيه تولز في المشهد لا يعني فيه مشاهد أكشن بكتبتها بتفاصيل قريبة للمتعامل لإني كنت عارف مثلا ده مشهد يجيه في قدرة مستشفى فأنا عايز إنه يجي لدنج على باقه وفي تسليم أهالي مثلا عارف إنه ته بس جي بعد كده مصامل معارج بقى محمود طحون هو عمل حاجة أجلة دمائة مرة فأنا بكتبتها عشان المشبوه فيه مشاهد مصرية تحولات مصرية عبرها مشاهد أكشن والمشبوه المناسبة فيه ضربوا بعضه فلان كسب الحريف ما فيهوش كده الحريف انت بتطنع بكل تحول حصل جول أحبار صحيح أنا أخدت بالي دلوقتي كمان اللي اتنين فيهم بورسعيد اللي فيهم بورسعيد صح ومشهد بورسعيد اللي في الحريف هو طلع عند ضرب فيه بس واشترش وقته واشترش وقته من اللي عرفوا عن عادل إمام بعد كده بقت بحترين قوي الأفلام اللي كان بيتضرب بيها فيها وهو صغير هو طبعا يعني الحريف كان من أسباب إنه عادل إمام ساب الشكل التو أرتيستيك يعني اللي هو راحة يعني المؤشر الجماهيري عنده عرف إنه ده ما ينفعش القرار تاني وهم يحبوش وبيحبش الاختيارات الفنية الزايدة عن اللزوم اللي فيه هو الحريف أصل كمان كان تقريبا نفس السنة مع نمر الأسود نمر الأسود أمش فاكل كان في نفس السنة حتى لا يطيل الدخان وكان الفرق بينهم في العرض حاجة بسيطة من المؤشر اللي بحب حتى لا تريد الدخان برضي راسيطة حطرتين بخط جبار دي لأ جبار اتناشتو فيه ولا متناشتوش فيه خالص كنا حطينه وحطت الخمسين ولا في الأول خالص تحط مش فاكر لا لا وفيها فرين كتير حلو خرجت بس هعملي؟ ما لازم لا طب أنا عشان أنا هاختار المشروف ليش ورا إلا أنا هاختار الحريف إيه إيه ده؟ بقت عندك مرة جد لك أول مرة أنت اللي بتسويق إيه اللي هتقوله هيكسب طبا ممكن دلوقتي تأهره لا مش تأهرني لأ أنا بحب نتق يعني أنا فأنا اتحتارت قوي عشان أقول المشبوخ اوكي فأنا كسبمت الحالتين انا هروح للمشبوخ بر اوكي هو ده الفيلم اللي كنت أخطه والذي بنعرفها بعدين بعدين طي حسنا حسنا عاد الإمام لسه مستبع عاد الإمام خلاص ليه تمثيل في النهائي الموضوع عاد الإمام الأفوكاتو أرض الخوف أنا عارف الفوت بتاعك وأنا عارف الفوت بتاعك أعتقد 3-0 صح؟ أرض الخوف أرض الخوف أنا أرض الخوف جدا معركة أصلا أرض الخوف اللي تدخل برضو على دبابة والله أنا لسه فاكر لغاية دلوقتي أرض الخوف ده فيلم اتعرض ولا حد الدربي ولا حد حسنا ولا أي حاجة وبعدين اكتشفناها إزاي؟ إزاي بحصنا؟ عرق البلح وزوجة رجل مهم أرى بحصنا بحصنا على البلح شكل الصراء الأخير أنا حاول زوجة رجل مهم أنا حاول عرق البلح وأنا سيبك أن تحصل انتو بتحبوا الفصول بتاعته في زوجة رجل مهمة لابا بيش شعر بقي ان في ضغط اقتصادي وضغط معرفش مين وبقيت هي اللي بتخرج تجيب فلوس وتعمل معرفش مين وكلام بقى ما حاستوش طولت اقتر من اللازم من الاسف اشفتوش مؤخرا فصعدة افتكر تحديدا ما كانش عندي فيها مشكلة لا خالص تحس نعم ضلمة اناولي وطولتش انا بحاول لقيتها حبصة ترجيح انا انا اقولها عدد ببعض بسبب انه هي حكاية سحرية مش شبه بجد حاجة كتير في تاريخ السنة بقول زوجة رجل مهم برضو مش شبه حاجة يعني انا بالنسبة لي بس ما شفت شوية الشخصيات دي يعني تعالى مثلا نقول حاجة زوجة رجل مهم تعالى فكرة اعتقد كان سيناريو رقفة ان دي شروق وغروب بتاع عتمالي الشيخ كان فيه شخصية شوية بس ما طولناش معاها انا اقول لي جي رئيس العالم السياسي اللي بعد كده بقى الرجل بس ما عشناش مع مع الدامفول بتاعه كتير بس عشنا شوية مع مع الكسرة بتاعته وتنمازي وتنمازي ونفس المصير يعني الشخصية اللي هو السلطة اللي كسرت السلطة اللي كسرت دي حد ذاته مش جديد هو الجديد ان انا اعمل فيلم عنده اشوفه بيظهر ازاي بيكشف عن انيابه ازاي زي ما انت قلت واشوف تأثير ده على المحيط بتاعه اه في بيت وفي وفي جران وفي شغله وفي بلد يعني وفي بلد بجد مش متخيلة عنوان الفيلم اصلا انهم ركز ان هو زوجة اه اه هو بيشوف بيشوف الفيلم من عينيها بس مش خريف البطريارك بس اي هو زوجة دي أجل مهم بالضبط او في المين عظيمين بس انا اختار عرق البلح وانت اختارت زوجة ابي مخيم متأكد ركتاز زوجة ابي مخيم متأكد قوي ويبقى عادل امام بصدق انا متأكد ان الناس اللي تتفرج اه اللي علمك التيم دي برضه كبرت في الناغ شوية وانمتأكد ان الناس اللي تتفرج عاوزين زوجة روجة يعني انا في الاحوال ده اود بروح اجس نبض الناس انا علشان لسه شايف عرق البلح مش قادر تخرج من اسرق الطريقة اللي بيتم الكشف فيها عن التحولات جوه الاحداث زي موضوع الشخصي بتاعت اسمها منالعفيف انت عندك الريدي فيه حدوطة بتدور جوه اغنية يعني جوه الفيلم في ساب بلوت في ساب بلوت جوه الاغنية في ساب بلوت جوه الاغنية وفيه اه لا فيلم عنين فيها بس انا انا حنصار لرغبة الجماهير من غير مستطلعها اعتقد انا اعملنا اتمنى احنا هنتشتم وحنتهجم في حاجات كتير قوي 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 فنقللهم واحدة بس يا ريت فعلا ما شفش عرق البلح كل الافلام اللي خرجت اعتقد ويشوف بتركيز يا جماعة ويقعد شوية كده يفضى وده فيلم يتشاف اكتر من مرة زي ما بنقول اه بمرة طلع القصة بمرة تانية شوف الموال اللي حصل صحيح نصف النهائي في المخلص الموجود في المخلص الموجود انا فيلم يطلع في حدثة الارهاب والكباب يقابل المشبوه في وقت ما في هذه الحلقة مش فاكر امتى انا اتكلمت عن مشاكلي مع سيناريو الارهاب والكباب اغلبان في الابل في الجوين تكذلك في احد النقاط اتكلمت عن مشاكليك مع المشبوه اه بس ده كان في الجوين مش مشكلة احنا كنا موجودين في الجوين اللي ما عملت معك لا بس هو يعني مشاكلي مع المشاكلي السيناريو بالنسبة لي اللي موجودة في المشبوه اقل من مشاكلي السيناريو بالنسبة لي موجودة في الارهاب لانه في المشبوه انا غير موسى على حتى التكديم في المشبوه مفيش مصرحة الساب المشبوه اللي هي من المشاكلي الأساسية في الارهاب وكناب مشكلة انت مش شايف من المصرحة دي يعني انت عم نفتر انها موجودة انها موجودة انها موجودة انها موجودة انها موجودة ده طعمه وطعم شروره هو بيعمل كدر على فكرة ما قالوا سوركل بيقعد الكاركترات كلها مش انت بتحب المنسي ما المنسي بيعمل في كده ده المنسي بيعمل فيه الحاجة الاولانية اللي مش عالباك في الارهاب والكباب الانترو الاطول من اللي لازم يعني طبعا انا مش مختلف يعني انا كل السلسلة سلسلة لانك نسيت انك قلت ان الارهاب كلا بحسن المنسي بالنسبة انا بحاجة الانترو كنت مع المشبوخ وكل اللي فاز بسكتوليك مش حاسس ان ان احنا مرحلت الربعة في مرحلت ان احنا حاول ان اؤثر على بعض جدا مش بتحس ان الارهاب والكباب يعني عايز تبديله درجة على شغل الارجنالية تبطعت القصة لان المشبوخ برضو كل الكلوب وين سبقى ساعتها موجودة في الرواية والتهم الامريكيين انا بالنسبة لي الموضوع هذا يعني متجاوزه اه متجاوزه تماما اه اه انا بس اقول انا بقولك ده في الاكس في بعض الاحيان بيبرز قد ايه انت عبقري وخصوصا لما بتاخد حاجة منتج اقل تخليه منتج افضل يعني مما يقال على ليه ده دبورتت فيلم عبقري اه هو بتاخد البلوت بتاعته كلها على بعضها مش بتاعته انا قولت انفرن الفيرس انفرن الفيرس فيلمين هو عملهم فيلم واحد وخل الموضوع مبني زي ما يكون تماما ومفكوش اي مشكلة لا احنا برضو قداما احنا قداما درستين في الحوار مختلفين عن بعض جدا وكل واحدة ليها طعم الاثنين حوارهم متميز جدا حوار وحيد حامد وحوار حوار وحيد حامد اللي فيه يعني لامع وفيه حاجة جرس كده وفيه واحيانا بيبقى فيه صوت بين الكاركتر كلها فيه ساعات منطق في التالي زي مثلا ما انا نصور كنا عنده حيث لكل الناس اسكية هديك الجملة هترد علي بالجملة هديك التكة هتدين تكة انا نصور كن بيخلي اللي بيتفرج شخصيات زكة اه بالظبط حوار المشبوخ فيه رأى رايبة برده برده بس برده تعالى نرجع برده تعالى نرجع برده انا بجد بفكر بصوت عالي انا بحقيقي مش عالك بس انا عمال ايو 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 ازاي اقولي رحوار الارهاب الكباب ما باش بس حيث اللي اتنين بيكلموا عن معنى الكرامة جدا ومين اللي قدم معنى اهمية الكرامة في حياتنا بشكل درامي مؤثر اكثر لا انا عاوز اغير اجابتي هل المشبوخ عن الكرامة لا بالظبط انا ده اللي جيت بالي بالوقتي المشبوخ مش هشش عن الكرامة هو عنصر بلعب في دوافع الشخصية بس هم مبعتش رسالة اه لا مش رسالة لا الهبو كباب بيبعت رسالة انا بحس المشبوخ عن الاكتر عن الموفينج اونو عن الوفراند عن الريدمشن عن التسامح وعن نظرة المجتمع ليك وعن نظرة المجتمع ليك وعن كونك منتهك المجموخ ده لازم تعمل منه جزء تاني من بطولة ابنور يبقى اسمه الموصوم معاناته هو امام المجتمع هاريم عبدالعزيز وحد مضطر علم في البرنامج انه في مشروع معلق بيني وبين شريف بدر الدين صديقي السيناريست ان احنا بقى اكتر من عشر سنين نفسنا نعمل السيك متهرد وكريمة عبدالعزيز طبعا واحمد الفشاوي طبعا انا احقق لك في المحكمة مسجلها؟ ايه؟ لا انا باش مسجلها لازم تتعامل قصة الولد ديت لازم تتعامل وصورة سعاد حسني الله ارحمة تتحط طبعا احتيار على عيني والله بس انا في دماغي حاجة خلو سيك انا المشبور الا الارهاب الكباب لا... انا بالنسبة لي سبتكست بتاع المشبوه اقوي كتير من الاكس بيشين نعم наконец تب سؤال تعال بحاول لعب دور مخامل السيطان في كل أحوال بحيث الإرهاب الكباب بس اختيار شخصياته واختيار مجمع التحير كمكان البلد كلها محبوسة فيه بالشكل ده يعني حاسس ان الفيلم فيه بجد ليرز كتير قوي حلوة اه الحوار ممكن يكون زي ما انت بقول فيه واسحية شوية فيه او زي ما ماهدي قال هو الستب كله مصرحي الستب كله مصرحي بس هي مصرحية حلوة فعلا طبعا طبعا مية في المية وتطور فصولها وشخصية وزير الداخلية كاكتبات حتى مش متكلم عن هداء كمال الشنوية العظيق ازاي الرجل اتورد في الحدوثة ازاي كمال جر معاكل هؤلاء المهزومين تركيبة مشاعرك كمشاهد تجاه شخصية كمال الشنوية او الوزير لانك هو شخصية سالبية هو سبب المعضلة اللي احنا فيها هو الفيلن بتاعنا اي نويه بسهل تطور اللي احنا بتحبه بالضبط وعمل له ليل جانبي يعني مجرد الليل ما بيروح الجامعة والشيخ الفيلم مليان على فكرة برضو تفاصيل زكية زكاء استاذ متحة اللي هو اسطور ابن الاسفة مش بيخش الحمام بتاع المجمع بيروح بره خيروح في سيكون سدور علي فقط اللاتق يعني فيلم مليان تفاصيل زكية حلو قوي بصراحة والمجروع عظيم برضو بسهل لديك اللي اترد بيها على هذا الدفاع لديك انه التفاصيل دي كلها حلوة جدا بس انا مثلا معديش ما عنديش شخصيات بتتطور في الفيلم كله ما عنديش شخصية بدأت في حال وانتهت الى حال محتلفة بس ده نوع حكي وده نوع حكي انا فاهم بس اللي بيبقى فيه التطور ده ممكن بحس انه مؤثر فيه اكتر بيبقى يعني كفرجة بحس ان انا خط رحلة مش اتفرجت على موقف طب وماذا عني اذا شخصيته في الارهاب والكباب محسيتش ان فيه تطور من الموظف الخانع اللي مش عارف ياخد حقه من الحياة تماما واللي ترمى في موقف فتحول لزعيم لانه وغاية اخر لحظة هو كل هدف ويخرج وهو متحولش وخرج 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 في نفس حال الكل خرج موظف زي ما دخل اه خرج مستخبي وسط الناس وده معنا حلو بس يعني فعلا الشخصية اللي حصل ده كان كأنه حلم ليلة صيف كده اللي هو فيه احنا كنا غضبانين بس انتهينا الى ما بدأنا به الفيلمين برضو فيهم انتصار بحب قافلت يعني الفيلمين فيهم كاركتر انت بتبسط يعني يمكن يمكن لانه جات السيرة ليه انا بالنسبة لي المانسي في حتة ممكن تبقى يعني عالية شوية عشان في الاخر هو عمل انتصار يعني في المانسي هو هرب هرب الست هنا فعلا ما عملش حاجة يعني الموضوع فعلا هو يعني الانتصار بتاعه منعكس على نظرة الانتصار او نظرة الرضا اللي عند شخصية اشرف حد البقى وشخصية احمد الانتصار اللي كانوا جوا المحكم انا كنت من فترة كده على ذكر في بوستات الفيسبوك كنت حطت صورتهم هما الاتنين وكتبت انفور وان نايت دي شو ضم اه 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 احنا خدنا ليلة بس رجعنا في نفس الرجعنا ذي ما كنا بزرق الناس اكيد عايزة الارهاب والكباب وانا انصعت الرغمة الجماهير في البتاع اللي فاتت وغالبا اصلا قريتي الرغمة الجماهير هتطلع غلط برا السيناريو برا السيناريو بالنسبة لي عادل امام في المشبوه موثل اقوى بكتير المفتقدين وقوي يعني كان دايما بيقول لي اجري بسرعة او بيقول الناس بيقوليش انا بس يعني انت لسه فكر اقسام الشخصيات ولا لا انا فكر اسم عادل امام في المين هو في المشبوه مهر النام في الارهاب وكباب احمد فاتح النام المشبوه انا حبيت المشبوه اللي فاتح انا بحبل النام ارض الخوف وزوجة رجول مهم فعلا نجحنا في راس مسورة احمد زكي امام احمد زكي وعادل امام ام عادل امام عادل امام الاقدم انتصر على عادل امام الاحدث هنا اه عندنا نسخة اقدم ونسخة احدث بكتير في مرحلة سنية مختلفة طبيعة الشخصية مختلفة حديات التكسير مختلفة جدا او اتناشر سنة بس طبعا احنا ما نكلمش على شخصية عن التكسير انه لم يكون المشبوه تاخيله الاول او 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 شخصية are انا كنت لسه مفكر. اصلا الزوجة رجول مهمة. ارض الخوف دسم اكتر ليرز اكتر. ريش اكتر. كونسبت وتنفيذ. لان في افلام صعبة تبعا لك. الكونسبت حلو. بس ديع في التنفيذ فتقولي اخسار الفكرة دي ما استغلوهاش. لكن هو طلع بفكرة. الكنين افلام بلوت. لحد ما. لا. زوجة رجول مهمة مش خلمة. يعني ممكن تقول خرج من الخدمة ومعرفش ايه. بس يعني. بس هو. بس ارض الخوف البلوت بتواته اخازة اكتر. يعني. انت اللي بتيجي تحكي. ده سنزل تحدي دور عالدي. هو ده القاشق الريدي. يعني دايما مطروح في السينما وفي خلافة عليه فكرة ان الافلام كاركتر دريدل ولا بتوات دريدل ويتش ديو بيجين ويد. او بماذا تبدأ يعني. وانا بحس يعني في ناس عندها رأيي انا متفق معاه انه. اهو في افلام الكاركتر السادي القوي ليه زي الحديد دي. بس عنوما للتنين دي جو هندل هندل التنين لازم يمشوا مع بعض. البلوت الحي بيجي من اختيارات الكاركتر. انت دايما بتبتدي من الكاركتر. خط الكاركتر ده تحت ضغط شوف هيختار ايه. وتحت ضغط في خيارين شرين. وانا بحس ان ده اللي بيحصل باول ما احشى في الارض الخوف. الرادي اللي بيجبين استدعاؤه. هتكمل. هتعمل مهمة كبيرة وصالح الوطن بس هتبقى مجرم. بس هو هنا ما هو. يعني ده ممكن يبقى شوية استطراضي يعني فكرة الكاركتر دريفن والبلوت دريفن. انه الكاركتر دريفن بجد اللي هو ب يبقى هو راسم شخصية بكل ابعادها بكل احوالها. وبعدين يحطها في فيلم. البلوت بيبدأ ببلوت. فأرض الخوف بدأ ببلوت. واحد انت لسه يعني هو مش راسمه. وفي الحقيقة الكاركتر بتاع احمد زاكيز. في أرض الخوف. في انسايتنج انسيدن صريح. في عرض. في اوفر. في كل. بالضبط. في أرض الخوف كمان. فيه. 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 فكرة الدعوة للمقامرة. على الرغم من انه هو فيلم بلوت ولكن هو عنده رايزنفور. وفيلم بالضبط. وفيلم فعلا متصل قوي برضو بالحكي البشر عموما بترسل قصفير. وقصص الاديان. وقصص. والطفاحة اللي نزلتها على الارض. والحاجات. يعني. عشان كده. وانت اخترت ايه. انا لسه مخترتش. انا رحت الارض الخوف لان بصراحة زوجة رجل المهمة. انا زاقته مطشين تلاتة ما كانش حاسم قوي بالنسبة لي. طيق. هيبقى اتنين واحد. يعني انا هحط زوجة رجل مهم. لانه بالنسبة لي كان. اللي هو. اوضح. وحابب قوي فكرة. زي ممكن. نحط لها مفصلات. مع انك من شوية كنت محيز. لا لا. ما انا بقول ليه زوجة رجل مهم. كان بالنسبة لي فيلم. حل. يعني. ما خلاص. انا عارف. اه خلاص. برا الصورة كبيرة. اه. بس. بس اللي هو. فكرة انه. بيبقى صعب قوي. تخليه. اه. فيه تنش. يعني. حتى في الحريف. لما كنا منتكلم عنه من شوية. هو الحريف. كاركتر دريفن. اتخلق له بلط. عشان يبقى فيه حاجة تتفرج عليه. صح. يعني بلط بتاع الجريمة والست اللي ماتت. والبوليس. وبتاع. تحس انه محطوط. بعد ما الفيلم اتكتب. عشان يبقى حاجة ماشين وراه. عشان يبقى حاجة ماشين وراه. عشان يبقى حاجة ماشين وراه. فزوجة رجل مهم. مهفوش بقى الحتة دي. فيه الكاركتر والمفصلات اللي بتنقلنا من فصل لفصل. متحشقين في بعض التعشيقة. ممتعة. بس ارض الخوف طبعا. ليرز اكتر بكتير. وموضوع. فيلم اصلا. تعال انا اتكلم كمان في سيناريو فيلم لو قريته. على الورق اعتقد انه كمان احلى. مين فيهم؟ ارض الخوف. انا ما ارطوش. اه. بالمناسبة موجود لي اونلاين. اه اه وسكري bizi بجا حاجة. بس انا اعتقد. ديكوباجي يعني دمسيس شتات الفلم. بس انا اعتقد انه انه ده تعمل بعد فلم. احد اتفرج عن الفلم و ماذا. اه ا Хот فرجه. اه مس مش 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 السكريبت الفعلي الأصل اللي كتبا استاذ دهود. ارض الحوف يصل للنهائي باثنين واحد ميجوب قابل للمشبوه اللي على الجنب الاخر وصل للنهائي باثنين واحد انت كتب في حتة او انت تفكرهم ازاي هم ايه مين كسب اثنين واحد ومين كسب ان شاء الله لا انا فكر عشان انا انا سونجت هنا انت لو قلت لي قولي اسمق ال 14 فيلم اللي هاخد فك اه هتلاقيه بقول حاجات من في القيبة اللي خرجت انا ابدأين سعيد ان الاستاذ ابراهيم موجي ليه فيلم في الفيلم انا انا والله سعيد لانه هو ما عملش افلام كتير قوي بس هو راجل فعلا صوت كان هو من الاسادزة يعني اللي هو يعني احنا بنتكلم طول الوقت عن السيناريو بس الوقت ينتكلم عن السيناريست هو ابراهيم موجي من الاسادزة اللي هو عمدة عمدة يعني افاكر في الحوار اللي عملته معه في 2006 قال لي مسلا انه اول فيلم كتبه اللي هو دا قلة الانتقام ده كان وكان اول فيلم لسامير سيه فهم شغالين على السيناريو كان عشان مش عايز الحوار يسوقه وعايز يحفق يبقى البيتس بتاعت السكريبت واضحة قدامه كان بيكتب الحوار باللغة العبية الفصحة في الدرافت الاولانية في الدرافتات الاولانية وبعدين بدأ بقى اللي هو مخلص للسيناريو جدا فحلو انه حد من الاسادزة يبقى عائد الامام يقابل احمد زكي مستاذ ابرهيم الموجي يقابل اساس دول عبدالسيد هنا بقى ما ينفعش نقول السيناريو والاخراج وهو كله دول عبدالسيد ده قطير موفي ما فيلم لا يا عشان برضو الملحمة والكلام ده كله اه اه ايه انا هتفضوط على طول خطير لا استنسيت انت انت فيلمك واحد م يمكن تنضل كون.. لا فلم خرق احنا إحنا الثالة أخرى لنأكشي نأكشي اه ماتيجي نكشي تغييره مو جديد مش فكر مي فيهم بتاعتي وانا عموما الفلم الإنعاب والكناب و هو جوقي طاق المهم ايه دا طب انتا وصلت وصلت نص ناعي أخرج كمان الحريف معيني عشان يمكن جموه يخسر دالوقتي فمش فارق كتير انا اخترت لما اخترت زوجة رجال مهمة كان توقع من مكانه على مش تفضيل قوي مش تفضيل لا كان توقعي حيوصل للاخر من الخريطة اللي كانت موجودة انا انا لا خلاص مش هقول يعني ممكن يعني التفضيل بالنسبة لي دلوقت اللي هو علاقة بايه اللي يعيش معايا اكتر ولا تحطه في جملة الفيلم اللي كيست دور الستفر احسن سيناريو فيها الخمسين سنة عرض الخوف بص الجملة اللي كنت عايزة اقولها ومنعنا نفسي عنها انا مش فاكر المشبوه في دور الستاشر كيحن العامين بس انا تصورته انه مش هيكمل انا تخيلت انه هيقامل حبا حتخرجه مش فاكر بس انا اتخيلتش انه هيكمل فلو كنت حاسس انه هو هيكسب اول ماتش على القلقة هكتبه انا محب المشبوه حب فوق الوصف بس احنا جوه ومع ذلك انا هيوصل لنهاية ما كنتش حشبه لسبب لان احنا فيه ماتشات كتير قوي اتحسمت العدد من العوامل مختلفة ممكن ان تكون لها رحلة البطل ممكن تكون فيها انا بلوت دريفن ممكن تكون فيها اللييرز بتاعت او الامق اللي جواه الشخصيات المسامده اللي حاولينا الشخصيات بتاعتنا السيمبلزم والمطروك للمشاهد ان هو حوالها زي ما هو عاوز ملحمة مقابل حاجة مباشرة اكتر او ابسط او الكلام ده كله هو الحقيقة كل ده متوفر في ارض الخوف كله كله بلاستسماء يعني عاوز تقوله كاركتر دريفن ينفع عاوز تقوله كاركتر دريفن ينفع ولي اتنين مع بعض واي شخص عايز يدارس سيناريو اخوار ايا كانت مدرسة اللي هو منتني ليها لو هشتغل مدرسة موجودين في أرض الخوف لو عايز يشتغل هتطلحه من أرض الخوف لو عايز تعل هيلز جيرني هيتطلحه من أرض الخوف وفيلم الفلوت فيه متعشق بنوضج الكاركتر ده وحيرته وفكرة الفيلم كمان في فكرة كان بيقول عليها روبرت ماكيل الكيرفر الطلقة النازل او تلاسق والماينس بعد انه انتصارة في هزيمة في انتصارة في هزيمة وانت فعلا ما انتش عارف الفيلم ده رايح فين وانت بتتفرج في جزء برضه من الحيرة وده رايح فين والراجب ده السؤال المشبوه برضه لعبت زبطه حرابي شوية عارف وبرده استخدام البويت شويت فيه بالطريقة الأدبية لانت والفعال الفيلم فيه عناصر هو في نفس الوقت المشبوه برضه خواره وراجل لسه بعته وقت من يومين لما شفت الفيلم الأمريكاني قلت له بريم الموجي ملك الإحساسي الفيلم الأمريكاني فعلا منزوع الفيلم فعلا منزوع الدسم بالإحساس وكل حاجة دور 16 لأفضل سيناريو الفيلم المصري في آخر خمسين سنة يفوز به أرض الخوف بإجماع الأراء وفي نفس الوقت مفيش ولا واحد كتبه في البداية حاجة جريبة فعلا لا ده ديت عذكيمة الماتشاط الماتشاط بس هي على فكرة نتيجة ما تزعل ليش خلص يعني نتيجة معظيم أنا مبسوط بيه أنا أراضي ومقتنع بجد مقتنع بجد مقتنع إزاي ما بقولك كده بناعنا على العوامل اللي رشحت كل فيلم فضول في مرحلة من المراحل كل موجود سيدا بصدتوا بالحلقة استمتعت أيام استمتعتها بجد والله أنا والله كنت متخلقين مع بعض أكثر من كده كنت متخلقين سيناريو زي نادي الجندي في ساعة صفة ونتحرك في الستوديو كده بس الحمد لله يعني أنا واقل الحمد لله أعدت على حين أعدت على حين صدقتنا حتى استمر نورتوني جدا 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 ربنا يخليك ألف شكر وكالعادة للسادة المشاهدين عاوزين تلعبوا نفس الأي مداية تقولون في التعليقات من اللي كسب عندكم ولو في أي أسئلة عن إزاي الفيلم دوت ما دخلش إزاي الفيلم ده مش موجود قلنا موجودة في الحلقة في الكواليس وفي نفس الوقت إحنا مش معصومين من الخطأ ممكن يكون في حاجة وايعة ما خدناش بالنا منها المهم السؤال هو هل استمتعتم بالحلقة ولا لا ألف شك لحضراتكم على المشاركة ألف شك لحضراتكم على المشاهدة وبي بوي شكرا شكرا شكرا